ايه تمام. طيب خلينا نقول ان احنا المفروض هنتكلم النهاردة عن ايه والأمور بتمشي ازاي عشان فيه ناس لسه جديدة اول مرة وفيه ناس طبعا من الناس القديمة والناس اللي كان بتحضر معانا على طول. مبدئين قبل ما ابتدي باي حاجة عايزة رحب سورة و احمد برضو اللي نهارة ونهاردة وبقية الناس طبعا. اه فصورة من الناس اللي يعني والمسؤولة عن في اه شركات اه مختلفة وعندها خبرة كبيرة جدا جدا. في اه من كمان اللي اتشرفنا بهم اه في الجزء الخاص بالاستراتيجز. اه بشكل كامل. فا اه برضو باشمان سحمد من الناس العظيمة في الجزء الخاص با ان انت اه بشكل كويس لو انت من الشركات الناشئة والشركات المصراحة من الناس اللي ايه? اه يعني ياريت اه لو استغلناهم النهاردة وايه استغلنا كم او المعلومات اللي عندهم. اه هيبقوا اه هتبقى حاجة عظيمة جدا يعني. اه طبعا هما ما يعرف نفسهم هيقدروا يعملوا ده اه احسن مني بكتير. اه بس هما اه يعني ملخصا او اه الاهم اننا اه عايز اقوله اللي هو ايه? يعني لو استفدتم منه النهاردة هيبقى شيء اه كويس. وهيبقى شيء اه عظيم جدا. و اه احنا النهاردة او رقم اه اتنين وعشرين اه اي حد اه ما حضرش اه اللي احنا من اول الفين اه الفين ويه اه تمنتاشر. و اه المفروض ان اه كل الميتنز اللي فاتت او الميتنز اللي فاتت موجودة كلها على اليوتيوب الخاص بماركتنج منتور. و كمان موجودة على الويبسايت الخاص بماركتنج منتور بكل بتاعتها و اه كل بتاعتها بشكل كامل. فخلينا نخش في الموضوع على طول عشان اه يعني نكسب وقت. و نقدر نستفيد باكبر قدر ممكن. المفروض النهاردة الطابق بتاع النهاردة بصراحة من اول ما صورة قيتلي عليه. انا اه تحمستلي جدا لانه مهم جدا. وبنشوفه في كتير من الشركات. و بيحصل اه تضارب في الشركات بشكل كبير. اه بسبب الجزء ده او بسبب البيزنس. اه البيزنس كومنيكيشن. فدي من الحاجات اه المهمة اه جدا جدا. خلينا نقول الميتنج او الميتنج اه ميتنج بيمشي لزاي عشان برضو لو فيه اه ناس جديدة معنا. المفروض ان هو بيمشي. ان احنا بي اه اه بندسكوس او اه بنجديكو كل الخاصة بالجزء بتاع اه الطابق اللي بنتكلم فيه بعد كده بنفتح مفتوحة لو حد عايز يسأل على حاجة حد عايز يسأل على معلومة معينة او حاجة معينة. وبنبتدي ان احنا اه نتكلم فيه او نبتدي ان احنا نشتغل اه عليها. طيب اه خلينا نقول كده ان الجزء بتاع النهاردة اه في بيتكلم عن الخاصة بالبزنس كومنيكيشن. و دي الاولانية اللي اه موجودة معنا اللي هو ايه اللي ممكن تكون موجودة او اللي ممكن نعتمد عليها بكل بساطة. اه او بكل سلاسة كده. يعني ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها عشان نبقى بشكل اه اه كبير. و كمان اذا professional اه اه في الكمنيكيشن اه ما بيننا اه بشكل كبير و يا ريت لو قبلها لو فيه بريف سوري يعني صغير كده عملك بحيث الناس تعرفك اكتر اه يبقى كواس جدا. اه 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 الاول مساء الخير على الناس كلها اه اه انا اسمي طار فاروق انا بقى لي تقريباً اتنظر سنة شغالة في الماركتنج. دلوقتي انا بقيت ماركتنج كونسولتنت اللي عدد شركات اه مش كبير. اه باخد تقريباً في كل فترة باخد شركتين او ثلاثة في كل كورتر على طريق شغلي. اه بقى لي اولمست سنتين او ثلاث سنين بقيت عمل كونسولتشنز لشركات من اول بقى الاستراكترز لغاية التفاصيل كلها. اه انا عملت الانبي اي بتاعتي في الانترناشنال بيزنس ودلوقتي بادرس دي بي اي وفي نفس الوقت انا بادرس في الام ايو الموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو البيزنس كوميونيكيشن. اه اه اعيزة بس قبل ما نبتدي كلام في البيزنس كوميونيكيشن. الانتران دخلت طريق. اه انا هذا صنتم يا ميجزة كومي؟ اي وكesta طبيعية انا عايزة بس قبل ما بتكلم عن موضوع الـ Business Communication عايزة أقول لكم حاجة مهمة جداً. دايماً لما بتكلم عن الـ Communication ببتدي بيها. لو إحنا مسكنا أي كتاب related بالـ Communication أو أخدنا كورس مثلاً، أول حاجة ما تمسكوا السلايدز بتاعة الكورس أو الـ Handouts أو whatever، هتلاقوا كلام بديهيات. يعني بيزيكس يعني أي يعني لو حد متحنكوا فيها وتعرفوا تجاوبوا. ودايماً بقول إنه أنت تكون تكنيكال شاطر دي حاجة أسهل بكثير من أنك تكوميونيكيت صح. وعلشان نفهم بيزنس كوميونيكيشن هنفهمها بس عشان يعني نعرف نعملها إزاي الموضوع محتاج ممارسة في التفاصيل كتير جداً. اللي إحنا هنقوله النهاردة هو كلام مهم قوي بس محتاج من كل واحد فينا أنه هو يتمرن عليه كثير علشان يوصل للنقطة الضعف اللي هو عملاله بارييرز لما بييجي كوميونيكيت مع أي حد. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الكميونيكيشن في الوورك بلايس. فبنتكلم على البيزنس كوميونيكيشن. أنا العنوين العريضة هتبقى مثلاً لما يجي أقول لك عشان كنا بنقول مثلاً إزاي يبقى عندي استراتيجية في الـ Effective Communication. فأول نقطة هتقرؤها تلاقي listen actively. اسمع. موضوع اسمع دي ناس كتير جداً هتتخال إن ما أنا بسمع. فلا هو موضوع السمع ده process طويلة وبتحتاج مجهود عشان لما وقت الخلاف أو وقت الكميونيكيشن لما يكون فيه رأيين عكس بعض بيحتاج مني تمرين كبير قوي عشان فعلاً أكون listen actively. وبنتظر من الآخرين إن لما أجي أتكلم إزاي أستنى منهم إن هم يعملوا نفس الموضوع بالضبط إن الشخص القدامي كمان يسمعني. أنا كمان بحتاجة أعمل حاجات عشان الشخص القدامي يسمعني كويس. فكل النقاط اللي إحنا هنتكلم فيها دي نهاردة هي نقاط تعتبر حاجات إحنا عارفينها وسمعناها قبل كده بس إحنا هنقول تفاصيل وإجزامبلز هتكون نكت حاجة كتير قوي تدماغنا هتخلينا نعرف قد إيه الأكتر جملة بقولها بقى التفاصيل بتفرق. يعني في أي شغلينة أنت بتشتغلها ممكن تكون شاطر جداً في التكنيكاليتس بس الكميونيكيشن لو وقع لا التفاصيل بقى بتاعت الكميونيكيشن دي هتوديك CO مش هتوديك أنك تفتح بيزنس هتوديك هتوديك حيثة تانية خالص عشان أنت كوميونيكيشن شاطر لو أنت تكنيشن شاطر عندك التكنيكاليتس كلها ده مش شرط يوديك لكل الأميكن دي فهبتدي بأول نقطة كده أنت قلتها يا محمود اللي هي يعني إيه يكون عندي إفكتف كوميونيكيشن يعني أعمل إيه إحنا مش هنقول كل النقطة لجول إفكتف كوميونيكيشن إحنا هنقول المين فايف بوينتس أول واحدة فيهم اللي هي إني أريكوست and أبرويد أفيدباك أنا هستأذنك يا محمود لو إحنا ممكن يعني معرفش أن الناس تتدخل المراضي في الكمبيزيشن يعني لو ممكن أستأذنك لا لا بصوة اليوم يعني الميتينج بتاعي تمام ما فيش مشكلة أوكي بس هي ساعات بتبقى الناس بتقول إيه إحنا محتاجين نسمع الشرح كاميرا بعد كده نخش يعني في الكلام بس تمام إحنا المراضي إحنا هنعمل إيه أنا بس محتاجة إن أنا علشان نخلي فيه انتراكشن أكتر شوي بدل ما نبقى ساعات كتير فيه بوينتس بتبقى محتاجة إن إحنا نكوميونيكيت بقى تمام بس أنا حدقى محتاجة أعرف نظر إنه تمام بس أنا هنزل أنا هنزل من على الستيج خلص لا 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 بالعكس بالعكس أنا محتاجة لك جدا أنا معنا عايزك جمبي اوعى تنزل بس اكتون تمام لا لا فليك زي ما انت بس بالعكس أنا جايفة إن إحنا بس إيه ناخد يعني مجهتين النظر في كل نقطة من بس أنا فعلا محتاجة لو كل واحد فيكو بخبرته أنا طبعا لسه مش عارفة كل الناس اللي دخلت دلوقتي بس أحب مثلا أعرف أول موحيد فيكو يفتح المايك يقولي هو بيشتغل إيه ويديني رأيه في ماذا تعتقد؟ إيه رأيك في فكرة إنه رأيك ويديني فيدباك؟ لو أنا قلت لك الجملة دي هتفهم بيها إيه؟ إن أنا بقولك إن إنت لما تطلب الفيدباك أو تدي حد الفيدباك ده هيخلي ده هيعمل إكفكتف كومينيكيشن هيخلي كومينيكيشن ما بينك وما بين حد تاني فيها كفاءة أكبر لو إنت بقيت بتطلب وتطلب الفيدباك أو بتقول لحد الفيدباك فمستنى كده أسمع رأيين ثلاثة فياريت لو حد عايز يفتح المايك بيدويني ماشي صحرا خالص تمام طب هو في حد سمعنا؟ في حد سمعنا؟ السلام عليكم السلام عليكم معكم محمود عشماوي مهندس معماري كمان وعندي ستارتاب صغير كده اسمه كلارين ستوديو هو أركتكتشير كفيرم شوية نشتغل شغل هندسي أنا بالنسبة لي بعتمد على الفيدباك إنه هو أساس كل حاجة أنا لما باجي أتكلم مع كلاينت مثلا أنا عشان شغلي كله الأساسي كستارتاب بيبقى فريلانسينج فبشتغل من على أبورك أوكي، فانت بنسبيلك الفيدباك؟ بالنسبة لي أوه، ده أساسي أساسي أصلا عشان أنا أقدر أكمل فانت بتططوا بالفيدباك على الشغل اللي أنت بتعمله؟ بالضبط أوكي، أنت عندك تيم؟ آه، عندي تيم، آه، أنا أكتر من ستة تقريباك بتتديهم الفيدباك؟ هل بعمل إيه؟ بتتديهم الفيدباك على شغلهم؟ بتديهم الفيدباك طبعا على شغلهم سواء ملكلاينت على شغلنا إحنا إحنا كلنا كتيم واحد ناخد الفيدباك من الفيدباك نقول له أنت شايف الشغل اللي إحنا قدم نهولك عمل إزاي والكلام ده كله بمختلف بقى على خسب هو شايف الشغل عمل إزاي ممكن بيجينا الفيدباك وبنحاول برضو نزبط لو في حاجة وحشة كشغل اللي بالنسبة لنا بنزبطها والتسليمات اللي بعد كده أو الشغل اللي بعد كده السابمات اللي بعد كده بتبقى أحسن وهكذا حلو جدا مرسي يا محمود شكرا هقول حاجة في موضوع الفيدباك ده مهم جدا إيه أصعب حاجة في الفيدباك أصعب حاجة في الفيدباك إن أنا استقبل نيجاتيب فيدباك وبلاش نقول عني نيجاتيب عشان في ناس بتزعل إن أنا أغير من إيه ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه أي حد أول ما بيكون عنده فكرة عايز يقدمها للإدارة أو عنده فكرة عايز يغير حاجة في التيم أو في الدبارتمنت اللي هو فيها أو أين كان أصعب حاجة هي إنه الناس ترفض الفكرة بتاعتي فناس كتيرة جدا بتتجنب أصلا إن هي تسمع فيدباك ومتقاش عايزة تسمع الفيدباك علشان خاطر هو خايف من الرابط أول حاجة بننصح بها أي حد معايا حاجة عايز يعرضها الحاجة دي ممكن تكون إنه هو بيقدم على عايز فند من جهة فعايز إنبستورز يدخلوا يعملوا إنبستمنت في الفكرة بتاعته أو هو موجود في الشركة فعمل فكرة لعميل أو 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 تمام؟ إنك ما تنبهرش بفكرتك يعني دايماً أي حد عايز يقترح اقتراح دايماً بنقوله ما تنبهرش بالفكرة بتاعتك يعني إيه ما نبهرش بالفكرة حبها وحبها وطور فيها وإرسمها ويعمل كل حاجة بس ما تروحش وراء الفكرة بالإنبهار لأنه لو إنت منبهر هتنتظر كمان من الآخرين إنه هما ينبهروا نفس الإنبهار وفي الحقيقة ده مش اللي بيحصل يعني اللي في الواقع بيحصل إنه لا إنت ممكن تكون منبهر بيها بس ما تنتظرش كمان من الناس إنها تنبهر بالفكرة فعايزي جداً الفكرة اللي إنت ممكن كمان تكون بزلت فيها مجهود يعني مش مثلاً فكرة جات لك مرة وإنت قاعد كده نزل الوحي فجات فكرة فبقيت مبسوط قوي بيها فراح أقولها بكرة الصبح لأ إن أنا ريكوست الفيدباك وإن أنا استقبل الفيدباك لازم أكون متمرن كويس ومقتنع تماماً إن عايزي جداً إن أنا أسمع أسوأ كلام فأنا بعمل إيه؟ أنا بختار الشخص اللي أنا هروح أسأل على الفيدباك ولو أنا مش هختاره الفيدباك ده بيجيلي من شخص أنا مش يعني مش بطبسط من الطريقة اللي بيقولها أنا أكتشل محتاجه محتاج الفيدباك اللي بيجيلي من الشخص اللي أنا مضطر أشتغل معي ده مضطر كوميينيكيت معي بس هيخد منه اللي أنا هقدر أطور بيه من الشغلان فده يعني نقول يعني إرمي كلام يعني زي إيه؟ أشر كده الفيدباك إرمي كلام اللي هو حوالين النصيحة بس اخد النصيحة نفسها طالما إحنا بنتكلم في الشغل دايما نسأل على الفيدباك دايما ندور على حد يقولك رأيه في الحاجة اللي أنت عملتها أو رأيه في الحاجة اللي أنت عايز تعمله تمام؟ طيب أبروفايد الفيدباك دي قصة تانية خالص وبرضو في حاجة مهمة هنا عايز أقولها في الكوميونيكيشن لما بنبقى إحنا بنيجي في شركة جديدة مثلاً ونيجي نعاين تين إحنا عندنا صفقة كده بقابلها كتير قوي في الناس إن هو أول ما يدخل الشركة فيقعد ثلاث سيان أو يسمع عن الشركة مثلاً في الانترفيو يدخل يدلو بدلو في المقترحات والأطرحات الكتيرة جداً اللي هو حاسس إن إحنا لازم نقوم دلوقتي بعملها في الشركة دي غلطة من أكبر الغلطات اللي بتخلي الناس تفتكر إن الشخص ده خفيف يعني إيه؟ يعني برضو في مقولة دايماً أنا بستخدمها بقول إيه؟ بقول التيم عندي إيه؟ لما يكون أنا وسعاً جبت حد عندي التيم جديد دايماً بقوله إيه؟ ما تقوليش اقتراح قبل ما تسنن يعني إيه؟ استنى ثلاث سهور افهم الاندستري وده مش معناه إن اللي جاي التيم ده ما عندوش experience مثلاً ده ممكن يكون عنده experience أكتر مني شخصياً بس هاي الفكرة فين؟ الفكرة إن الاندستري جديدة الشركة جديدة فلازم عشان أنا أبتدي أقول أفكار لازم أقول ذاكرة الموضوع كويس فالفيدباك مهم جداً إن أنا أقوله للناس حتى لو كان أنا بقول للمدير بتاعي الفيدباك على حاجة هو قدمها أو هو عملها دي حاجة حلوة جداً لكون العلاقة دي قائمة وإن أنا أنتظر أنا كمان الفيدباك بس في الحالتين لازم فيه أصف نتعمل أولاً إن أنا لو أنا لعامل حاجة ومستني الفيدباك أنا ما يفعش أمبهر يعني لزي ما محمود بيقول كده دلوقتي أنا عملت حاجة لعميل وبعد ما تعدت فيها شهر العميل قال لي لا 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 مش هو ده اللي أنا طلبته هو أصلاً ده communication بالضبط إحنا نتكلم عن الموضوع ده بعد شوية هو إن العميل يقول مش هو ده اللي أنا طلبته ده بالضبط هو communication وعادي جداً يكون ولا محمود اللي غلطان ولا العميل اللي غلطان هو سوق communication فهو سوق إدارة communication فإحنا ما وصلناش لحاجة بس الفيدباك كان إيه؟ كان سايق جداً إنه أنا ما عملتش كده فهنا فيه مشكلة تمام؟ فالفيدباك اللي محمود خده ده محمود خده بشكل offensive ده شتمني ده مجهودي ده شهر ده تعبي ده أنا بقى لي شهر قاعد بعمل حاجات هنا أنا أخدت الفيدباك بشكل مش صح أنا استقبلت الفيدباك على شخصي ما استقبلتش الفيدباك على شغلي وفيه فرق جير ما بين الاتنين فريكوستنج الفيدباك محتاج مني إن أنا أكون حاطة حصن كده إن اللي هيتقال دلوقتي ليه علاقة بالشغل ملوش علاقة بيه ولازم يكون فاهم إنه لو أنا عجبني اللي أنا عملته مش لازم يعجب الناس كلها وعادي جداً إن أنا أسمع إن هو وحش من الناس تانية ونفس الفكرة تيجي في بروفيدنج الفيدباك محمود كمان لازم هو كمان يقول للتيم بتاعه إنت عملت ده بالطريقة دي بس كم ممكن تتعمل تانية بالطريقة التانية ويطلع نتيجة أحسن مثلا فدايماً يكون فيه فيدباك النقطة التانية اللي هي بتاعت إن أنا ألسن أكتف لي إن أنا أسمع هقول لكم حاجة هكررها كتير برضو في الفترة الجاية وأنا في كوريا لما بنحضر شرق أسي عمتاً كلها عندها نفس الثقافة دي أول ما يجي ديوف لأي شركة ديوف دول بيدخلوا يعودوا في ميتين بروم في بنت عندها يعني عندها قدر علمي يعني مثلاً ممكن يكون معاها ماجستير دكتوراه الآن كان صعد على الميتينج وبتكون شخص بريزنتبال جداً للشركة تلقى قعدت على التربيزة كده مسكت وراء وقلم وعملة تسمع كل كلمة وبتدون كل كلمة كأن هي بتسجل يدوياً الميتينج هي ده دورها ده شغلتها في الميتينج وهي ما بتقولش أي حاجة تولي الميتينج من أول ما يتدي وغاية ما يخلص طيب أنا هتكلم كتير قوي على موضوع الكتابة ده أو فكرة إن إحنا الميتينج بس خلويني أقول لكم إنه دي من أهم الحاجات المهمة جداً إن أنا أسمع مش عشان أرد أسمع عشان أفهم الأول عشان أعرف أرد بعد كده لو أنا عندي رد لأنه ساعات كتير أنا ببقى عايز أثبت وجهة نظري ومش حاسس إن أنا محتاجة أسمع ساعات كتير من كتر ما أنا عندي وجهة نظر حاسس إن أنا مثلاً مظلوم أو حاسس إن الناس دي جاي علي أو محدش قادر يفهمني فمن كتر الغضب اللي جواي أو من كتر إن أنا حاسس بظلم أو whatever لو ده السيتيواشن لأنه كتير قوي على فكرة إحنا بنا بوقفين في الموقف ده لما تكون أنا حد قال لي إن أنت عملت كذا وأنا ما عملتوش أو حد قال لي إنه المفروض كنت تعمل كذا بس يعني خلينا ندي مثال بدل ما نقول كذا خلونا ندي مثال أنا محمود مديري في الشور ومحمود جي قال لي سارة أنا عايزك تروحي تعملي سلايدز للكلاينت الفلاني علشان نتكلم معاه في عنده في الشركة فأنا رحت عملت وخلصتها وكل حاجة هو إني عجبه لما جيه لما جيه معجبه والبزنتيشن تلعة نقطة قبل ما ندخل الميتينج ساعتها أنا أحس بإيه طب ما هو لو كان رجعها معيها قبل الميتينج طب هو دلوقتي نشافيه وقاعد بقيت نمعني كلمتين محمود عشان أنا عملت البرزنتيشن وحشة ومش عارفه ومش رضي يسمعني فأنا حسى بالظلم فمحمود عنده وجهة ناظر عايز يقول هاي وإنا مش عايز أسمع لأن أنا شايفة إنه هو دلوقتي جاي علي وإن كان المفروض إن أنت تقعد معايا قبل الميتينج فأفضل أنا طول الوقت حسى بالزلم الفضيع فمش عايز أسمع أنا وداني تسدد مش عايز أسمع حاجة الموضوع انتهى أنا بس عايز أقول لكم إن أنا مش شايفةكم فأنا أحب جدا إنه حدي يتدخل في الكلام أكتر لأن أنا مش شايفةكم ومش شايفة وششكوا فطول ما أنا حسى بصاحة رجال لوني بكمل ومش عارفة مش عارفة حلوثين من بعض إذا كان في حد أصل رفع إيده وعيده تقريباً كان يسأل على حاجة ياريت ياريت دي حاجة جميلة جداً أو ياريت كان أحمد تقريباً أو شايفيني مش عارفة صريم اللي نسيت عندك بيتردد فعليك بس يا ورحمة الله ورحمة طب أتكلم أوه أحب ذاتي سمعينك آه أهلم بكم أولاً شكراً على الفرصة الجميلة دي طبعاً أنا محمد وكان يعني أمري وطموحي إن أنا أكون performance marketing إن شاء الله آه هو أنا آه يعني مش مش عاوز أقول إن يعني إن حتة مثلاً إيه آه لا إن أنا حظ شاطر لا أنا دايماً بعترف إن أنا يعني لازم أفضل أتعلم وإن أنا لسه يعني إيه آه لا لأ إن هو أفضل أتعلم بس دايماً ببقى عندي أو في المكان اللي أنا شغل فيه حالياً يعني ببقى عندي بعض الأفكار الكرياتف آه ممكن في بعض الأحيان بتكون آه مزات نفسية بس مش بحس إن إن البورد بيقدر الأفكار دي فبضطر إن أنا أسكت بعد كده يعني آه حصلت كتير إن أنا اكترحت أفكار كتير آه والأفكار دي بلاقي إن فعلاً يعني بعد ما بكون عملت رسارش كتير يعني بصراحة آه بفضل الله أولاً طبعاً آه مش بلاقي إن في حد عمل الأفكار اللي أنا ببتكلم فيها أو بقولها هنالية بس آه آه يعني بياخدوها والهو من باب التطميش يعني وبياخدوها بعد كده مفيش آه فبضطر بعد كده إن أنا آه أسكت بقى خلاص طالما حضر عندي فكرة أو حضر على بالي فكرة فبعد كده مش مش آه خلاص آه بخليها في ذهنه بخليها لنفسه بعد كده فبصراحة يعني آه الحاجة اللي زي كده بيكون بيكون حلها إيه؟ كمان نقطة أو كمان فهي أنت برضه عايز أتكلم فيها آه ببقى عنده قدرات نفسة طلعها يعني ممكن بقى عنده أفكار تسويقية كتير بصراحة آه وعموما أنا شغل في المجال السعودي آه بس في نفس الوقت آه أنا عاوز عندي إيه؟ يعني إيه؟ إن أنا يعني أطلع قدراتي أكتر وبشكل أوسع وبشكل أكبر في نفس الوقت مش بلاقي إن المكان ده بيساعدني إن الأفكار ده بتتحقق أو إنها تحصل فأتمنى له مثلا حضرتك أو الأستاذ محمود يقول لي لو إن دي مشكلة لو هي مشكلة تتحلي إزاي؟ أو أتصرف في حاجة زي كده إزاي؟ وبس كده شكراً لكم طبعاً العفو مبدئياً أنا عايز أقول لك إن أنت بتقول حاجة مهمة جداً وعند تقريباً نص البني أدميين يعني نص باقي مي في العالم مش عندك لوحدك توفير؟ فمش عايزك تحس إن المشكلة اللي إنت قدتها دلوقتي دي حاجة هي محتاجة إيه بقى؟ هحكي لكو تحدوتة Canva هل حد مش عيرت Canva؟ Canva بتاع أنا حالياً بعمل برزنتيشاني عليه دلوقتي وأنا وطلع مهارة حلو جداً، هحكي لك قصة البنت اللي عملت Canva البنت اللي عملت Canva دي كانت أهي؟ كانت هي بنت من أستراليا عيشت هي وصاحبها في بيت وبعدين كانوا بيروحوا الجامعة جاءت لهم فكرة هم بيعرفوا يشتغلوا على الفوتوشوب كويس قوي جاءت لهم فكرة هم اللي اتنين انه إذا طب احنا ليه الفوتوشوب ده مليان زرار كتير قوي طب ما نعمل حاجة نعمل حاجة زرارها أقل وتخلي أي حد حتى لو هو مش محترف في التصاميم يقدر ان هو يشتغل أنا هقسم رضي على جزئين وده أول جزء فيه فالبنت دي هي والولد ابتدوا يشتغلوا على كم هم راحوا لميت انفستر مية ده في تلات سنين يعني هم قاعدوا تلات سنين بيتقلهم لأ روحوا مش هنديك ولا مالين تلات سنين أنا بس عايزكوا تتخيلوا الرقم لأن هم ده اللي بقولكوا علي حسوا بالرقم تلات سنين مين ممكن يتحمل ان ميت مرة يتقلوا لأ خلوني أقولكو الدرس المستفاد عشان الدرس المستفاد بنتفصل مراضي مش زي ما احنا بنسمع في التلفزيون إنك تصر على فكرتك وإنك لازم تجري ومحمود العسلية طلع يجني لا مش هو ده خالص السيناريو هنا السيناريو هنا إن هي لما جدت تقول إيه اللي خليها تنجح في المرة مية واحد أو في المرة مية واثنين لأن هي ما قالتش هيك هترقب كان بالزبط ما كانش إصرارها هيكتشفت إن الغلط عندها هي وده اللي كتير قوي محدش بيقوله لنا اللي هو إيه بقى هو أنا عرضت الفكرة إزاي إزاي دي أهم بكتير من الفكرة نفسها يعني لو إحنا هنقسم البرسانتج ما بين الفكرة إزاي أنا عرضت الفكرة إزاي وما بين الفكرة هي إيه هي يعني خليني أحكي لك لو إحنا كلنا بنتفرج على شارك تانكس هتلاقوا إنه كتير قوي الإنفستور اللي قاعد على الكورسي بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع البرنامج نفسه هتلاقيه ما بيشتريش الفكرة اللي بتكسبه خالص على الفكرة وده اللي البنت دي اكتشفته وهي عمالة تروح لميت انفستور قالت إيه بقى قالت إن أنا عرضي للفكرة أنا ما كنتش بقول لولا واحد من الميت انفستور حاجة تربطه هو بالفكرة بتاعتي يعني تربط الإيموشنز بتاعته بالفكرة بتاعتي تربطه بالإيموشنز ده هو التسويق دلوقتي ده المستقبل بتاع التسويق كله يعني احنا هنخرج سنة هنا نقول إنه الماركتين قائم على الإيموشنز دلوقتي والكوميونيكيشن يعني وده بقى اللي أثبتت الدراسات احنا طول عمرنا منتربع لأن الشغل شغل مع إن احنا بلد ثقافتها وده مش تيمة اللي أنا هقوله ده مش تيمة دي ثقافة البلد اللي احنا عايشين فيها وده علم علم معناه إيه إن احنا بلد طريقتها في التعامل اسمها high context in communication high context communication دي هحكي لكم عليها كمان شوي بس هي معناها إن احنا بنستخدم النون verbal signals يعني لو أنا النهاردة مثلا عزمت ناس في البيت وجيت قلت للراجل لا 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 إنت مكلتش هو ده معناه إن هو فعلا مكلش لا هو مكلش دي أنا قصدي إن هو أكلته كتصغيرة يعني فإحنا دي طريقتنا في الكلام نحن مش بقوله الكلام دقيق ما في المية هجي لك واحدة واحدة ونص وتقيه وصلت نين إلى ربع هيا دي ثقافة البلد فالنهاردة لما كنا احنا إيه فأنا ببعرض فكرة على الحد والفكرة دي الcommunication خالي سأقول الأول إن الcommunication الcommunication نفسها موضوع الشغل شغل والشغل ما لوش علاقة بالعواطف لأ الشغل ليه علاقة بالعواطف وليه علاقة بتقدرنا للأشخاص اللي حوالينا وليه علاقة باحترامنا للأشخاص اللي حوالينا وليه علاقة بإن إحنا اكتري إن إحنا نعبر عن تعاطفنا مع الأشخاص اللي حوالينا أنا تقريبا كنت لسه قطحها وقل لنا عندي بيجي إيشو في الموضوع ده مع الناس إن العواطف دايما بيقول إن هي فيها فيها مشكلة إن إحنا بنستغل العواطف غلط يعني مثلا أنا عندي مشكلة مع أنا أسلم عليه الس الخط قطع لا ما هو تقريبا هو زي قصة بقول لهم هو عرف إن أنا كنت هادخل أرد عليك في الحتة دي لإن أنا عندي مشكلة في الحتة دي مع الناس دايما بقول لهم جملة كده إن العواطف سرطان البزنس يعني البزنس نفسه ما بيخش فيه جو عاطفي وهكذا بحيس إن الدنيا حلوة خليني هرد الأول على أحمد صح اللي سأل السؤال مصبوط هرد على أحمد وهاجي أنا وإنت في الحتة دي سوا سوا دلوقتي حيلا بس خليني أقول إنه هي الدراسات أثبتت مؤخرا إن أي ليدر ناجح في شغله ويمكن دي نقطة من النقطة بتاعت الميتينج النهاردة إن الليدر لازم يتعاطف مع الأشخاص اللي معاه ولازم يبين التعاطف ده بشكل ذكي فلا المشاعر لها دور في الكميونيكيشن مهم جدا وإن it comes to business برضو بس ده مش معناه إن إحنا يعني حاجات كتير لكن حاجي لك أنا دلوقتي فكنت بقول لأحمد إن البنت دي اتعرضت لميت رفض ورجال لما جات قالت إن إيه السبب ما قالتش إن السبب إن أنا أصريت على فكرتي وإن أنا كنت متمسكة بيها هو طبعا ده سبب من الأسباب بس ده سبب بديه إنك تتمسك بفكرتك ده سبب بديه لكن الفكرة في طريق اتعرض الفكرة فخليني دايما نرجع أنا عرضت الفكرة دي على من النقطة التانية وده النص الإجابة التانية اللي هو رقم نقطة رقم تلاتة في دي نقطة رقم ثلاثة اللي أنا هحكي عنها دلوقتي دي هو أنت بتكلم مين عن الفكرة بتاعتك في مقولة كده بتقول إيه بتقول يعني إيه مش إحنا كلنا أعتقد عندنا يعني ممكن في أغلبنا ليه علاقة شغلنا ليه علاقة بالماركتينج إما بتقوم أي كامبين إما بتقوم بتقوم أي كامبين مش فازم تكون على سوشيا الميديا عدت بقى التلفزيون بيلبورد أي إن كان لازم تحطها في المكان اللي الأوديونس بتوعك هيشوفوها فمن المنطق إن أنا لما يجي أعرض الفكرة بتاعتي أعرضها على الأوديونس الصح لما يجي كومينيكيت مع حد لازم أبقى عارف أنا هتكلم دلوقتي مع شخص عامل إزاي وفي الحتة دي هقول حاجتين هقول حاجتين مهمين أول أول حاجة إن أنا محطش توقعاتي بناءً على قدراتي أنا لأ أحط توقعاتي بناءً على قدرات الشخص اللي قدامي فما ينفعش إن أنا أفضل مستني من الشخص اللي قدامي حاجات عشان أنا متوقع منه الحاجات دي لا هو القابلت قدراته هو توصله غاية فين فدايماً إيه ما ينفعش يبقى فيه عربية 127 وأنا مستنيها تطلع على الخامس مش منطقي لأن هي قدراتها ما هي توديها بس أنا مستني ما أنا هتعمل هي لو حسنت من نفسها هتوصل مستحيل الفيزيكس والميكانيكس وكل حاجة في الدنيا بتقول إن ده مستحيل أوكي فبالتالي أنا لازم أرجع تاني أسأل نفسي هو أنا بعرض الفكرة إزاي وبعرضها على مين والنقطتين دول مهمين جداً ودايماً هيكملوا بعض ففي أول حاجة ما ينفعش إن أنا لما أكون بكلم الأوديونس التوعي أنتظر منهم اللي أنا متوقعه أنا أنتظر منهم اللي قدراتهم هما هتديهاي وكل اللي أنا بقوله ده على ما يبدو كلام جميل جداً احتمالي يبقى جميل بالنسبة لكم أنتو كمان بس الفكرة كلها أن أنا لازم أكون عارف إنه محتاج تمرين يعني كل نقطة من دول هي عاملة زي العضلة اللي أنت هتروح تمرانها عشان تقويها عشان تعف تشتغل بعد كيه بشكل أوتوماتيك أوكي وما تاخد منك مجهود وإنت بتعملها فأول جزء في هي الجزء بتاع إن أنا ما انتظرش ده تاني جزء بقى ما فيش حاجة اسمها مثلاً أنا الفكرة بتاعتي كده كده حلوة وكفاية قوي إن هي عجباني لوحتي إحنا بنقابل نوعين من الأشخاص في الانترفيوز يعني مش نوعين بس بس في نوعين كده مشهورين قوي النوع بتاع لما تيجي تقول له يتكلم عن نفسه ويبقى محرج قوي إن هو يقول لنا قدراته مثلاً كأن هو هيبقى مغرور فيقول لك لا 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 الناس هي اللي تقول مش أنا اللي أقول أنا بعرف ولا ما بعرفش ده نوع من الأشخاص ومشهور جداً ومنتشر جداً والنوع الثاني بتاع أنا كفاية إن الفكرة دي عجباني إن شاء الله معانها عجبتهم مش مهم يعني أنا مش شغلني خالص هيعجبت بقية الناس ولا لا إنها فكرتي عجباني أيوة ما هي لو عجبك لوحدك مين اللي هيستريها يعني مين اللي هيشتري الفكرة اللي أنت عجبك لوحدك دي أنت هتحطها في الدرج هي مش هتطلع فأنت محتاج يعجبه الفكرة عشان يبقى لها قيمة عشان يبقى لها value لكن هي طول ما هي عجبك لوحدك هي مليهاش إيمان فلازم نبتدي نفكر في النقط لما منتكلم في البزنس منتكلم في بزنس يبقى لازم نبقى عارفين إن الفكرة أو النقطة اللي أنا عايزة كوميونيكيت بيها مع شخص هعرضها إزاي وهقولها المين نقطتين في غاية الأهمية عشان أعرف أوصل اللي أنا عايزه اللي أنا عايزه ده بقى إيه إيه بقى اللي أنا عايزه اللي أنا عايزه ده أهم حاجة في الموضوع اللي هو هيخلينا نقول تاني إيه listen actively يعني إيه يا listen actively يعني أنا عايزه ده لازم يكون إن إحنا اللي اتنين نوصل للهدف الرئيسي الكبير إن العميل يبقى راضي إن إحنا نحقق التربية إن أنا النهاردة أقدر أخلص التاسك دي في الديدلاين بتاعها فلازم النتيجة تبقى في الآخر إن الابجيكت بيتحقق هو ده اللي أنا لازم أفكر فيه هي دي النتيجة اللي أنا أبقى مستنيها تمام؟ أتمنى يا إحمد إن أنا أكون رديت على السؤال بتاعك فحاول دايماً ترجع لأنا عرضت الفكرة إزاي وعرضتها على مين لإنه اللي اتنين ليهم علاقة بيك إنت من همش علاقة بالمنجمنت اللي أنت كنت تتكلم عنها النهاردة وده هيحتاج منك تمرين كتير قوي تمام؟ في حد تاني عنده سؤال؟ مش عارفت قطعت عندها تاني أنا تقريباً بعمل حاجة غلط فالحاجة الغلط دي بتخلي خطة يقطع فهنخلي بالي حسناً إن فيه سعيد تعيباً عنده سعيد حسناً أنا سمعين سعيد أو سيد صح؟ سيد أو سيد سعيد 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 عليكم وعليكم سعيد ركتو أزايكم عملين إيه؟ الحمد لله سمعك وأنا لسه داخل معكو دلوقتي ما حضرتش الميتنج من أوله بس أنا عندي سؤال بخصوص عندي بكرة انترفيو بخصوص سفر وكده فالمشكلة عندي إن هو السلري شوية أنا شايفه قليل إن كان عندي خبرة قبل كده في يعني أنا مسافر المفروض أو المفروض إن المقابلة دي لسفر السعودية فأنا عندي خبرة قبل كده ثمانت سنين مثلاً في السعودية وكان ردبي هناك يعني كان معدي الرقم المعروض عليها حالياً فأنا يعني نقطة التفاوض والنجوشيشن يعني بكرة أنا حالياً قاعد الآن يعني وسبحان الله دخلت معاكم كده يعني ما كنتش شايف إن فيه الوبنار وكده فظهر قدامي فجأة فأقلت أدخل أشوف يعني الكلام هيبقى على أيه بالظبط وحاول أستفيد من السوفت سكيلز يعني أنا حالياً شغال عليها قريدي مع ماكينزي وكده بس بحب أخذ من كل حد حاجة على أساس تفيدني يعني ياريت بقى تفيدوني كده ونشوف الدنيا هتمشي إزاي بكرة إن شاء الله كده ودعوتكو يعني هحاول سعيد صح؟ نقول صح؟ سعيد أه هحاول يا سعيد إن أنا أديك شوية تيبس كده في الآخر بس هنخلص البوينت الأول وأكيد اللي أنا هقوله هيساعدك في النيجوشيشن بورد يعني تأكد من ده طيب؟ طيب يبقى جزاك الله خير شكراً جزيلاً ربنا يخليك في حد تاني عنده سؤال يا محمود ولا إيه؟ ولا نتكلم في الديبيت اللي عندنا طيب؟ عندنا ديبيت مهم وأول ديبيت مهم وأول ديبيت عالني كده يا أول ديبيت بستمسك دي حاجة حلوة جداً دي حاجة حلوة جداً فإنت من مدرسة إن المشاعر مينفرش تدخل في الشهر طيب أنا هسألك سؤال سألي سؤال هل إنت شايف إن النهاردة إنت مثلاً مصر الله ما شاء الله ماركت المنتور بقت يعني قامة يعني بقت حاجة كبيرة دلوقتي هل إنت شايف إن من غير الإنسانيات اللي إنت بتعملها في الشهر كانت حتكيب تيم قوي يقدر يوصلها للهي في النهاردة؟ أنت كليدر أنت جيب يكون في أول كلام شفت بقى شفت بقى لا بس في فرق من وجهة نظرة ما بين الإنسانية وما بين العواطف الإنسانية اللي هو آآ آآ تمام أنا ممكن رعيك وإنت ممكن ترعيني إنما العواطف بالنوجة نظرة يعني آآ يعني تحتمل السباب والخطأ إن العواطف ما لهاش علاقة بالبزنس خالص آآ يعني ما ينفعش هتعاطف معاك وإنت آآ وإنت غلط ما ينفعش تعاطف معاك وإنت متأخر ما ينفعش تعاطف معاك وإنت آآ المفروض إن إنت ليك او أنا ليه عندك معينة هي بناء على بتاعك بناء على الشطرة بتاعتك وبعد كده نرجع أقول لك آآ لا خلاص تمام ما فيش مشكزة الفل ومش حايف إيه وتعاطف معاك وكده آآ يمكن آآ أنا شفت أو أنا باتكلم ده مش من خلال دراسة عشان برضو نبقى متفقين أنا باتكلم ده اتكلم ده من خلال اللي أنا شفته مع الشركات اللي بدخلها وبلاقي ان العاطف فيها مبهدلة الدنيا خالص يعني آآ مديرة مثلا في في معين بيتعاطف معا آآ البنت اللي شغالها معاها موظفة آآ بنت تانية مثلا آآ او في شركة تانية برضو كمثال كانت بيت آآ كانت آآ مشيت من من الشركة مشيت من الشركة تعاطفا مع زملتها اللي مشيت بعد كده زملتها آآ اللي مشيت عشانها دي سابتها وراح هتراجع تانية تاني طب ما انت طب ما كانش ينفق آآ وهكذا ممكن مسلا آآ في بنت مسلا هي ايموشن اللي قوي 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 فكان مديرها كل ما يجي تكلمها تروح معي يطر طب صباح الفل احنا كده بقى مش هنريد نشتغل بقى احنا كده مش نشوف ورانا ايه تمام؟ آآ وهكذا آآ يعني يعني احاول دايما ان انا انت انا عملت كل شغلي تمام؟ انت عملت ده تمام؟ زي الفول انا بقى عايزة شوف وشوف الاركام وشوف الثلاثة دول اللي انا ببصلهم مش ببص في وش سورياني الناس اللي بشغل معي مش ببص في ممكن يكون او عندهم سيطوائشن او سيطوائشنز معينة اجبرتهم عندها خلاص دي انسانية فانا ممكن اقف جنبك فيها بس آآ لازم ان يكون بقى ازا بزنس هي شخصية اعتبارية تانية مختلفة لازم ان نرعيها ونديها حقاها يبقى انا لازم ان اعمل آآ يعني ايه آآ آآ هان اوفر اللي جنبي اضبط الدنيا لان انا عادش كده آآ اكيد انا تعطفي معاك ده هيبقى ظلم للبزنس نفسه بالمناسبة في ناس من الحضرة برضو هنا وهم شاهدين على الكلام ده. طيب. خليني اقول حاجة انا مش ضد كل اللي انت قلته بالعكس. انا مع مع جزء كبير جدا منه. آآ من البنات اللي قريب قوي كنت بعمل اللي كنت بران في شركة من الشركات وبنوتا جات قالت لي ايه? لا لا لا. هي قالت لي بوسي انا عايز اشتغل معاك انت بس انا حاسة الفايب هيقلت لي كابل الفرق فعالفك انا عايزة اشتغل معاك انت وعايزة اتعلم منك بس انا حاسة ان الفايبز في المكان مش مريحة. واصلا الناس يعني انا هبقى صغيرة قوي وناس كلها كبيرة. فانا حاسة ان انا مش مرتاحة نفسيا في نفسيا في المكان ده. اوكي? خلوني اقول حاجة في موضوع نفسيا ده. انا انا الاول انا متفقة معاك في جزء كبير جدا ان العواطف لما تسوق يبقى احنا في مشكلة. وانس ان العواطف هي اللي سائت الموقف احنا في مشكلة. لكن ان احنا نخليها صفر دي برضو مشكلة. فهي اي حاجة زادت عن حدها خلاص. يعني بقت غلط. فان هي تبقى مش موجودة 100% في الشغل. هو بجد هو ده مش كلام بقى. ده الدراسات كلها النفسية وكتب الليدرشيب كلها. يعني كل كتب الليدرشيب النهاردة اللي بتطلع بقى لها 6 سنين دلوقتي. يعني الفترة اللي فتت كلها بيقولوا ان الليدر الناجح لازم يكون جزء من علاقته بالتيم بتاعه. الليدر ده ممكن يكون ليدر لشخصين وممكن يكون ليدر لميت شخص. ممكن يكون سي او. ممكن يكون سوبرفايزر. بس هو جزء من نجاحه الشخصي. جزء من نجاحه كبني آدم في الكارير بتاعه. هو علاقته بالبشر. وعلاقته دي مش علاقته المهنية فقط. هو الحتة الاموشن اللي ما بينهم. اللي هي احنا ممكن لو احنا هنسميه النهاردة عشان انا الديفينيشن الصح بسمعايا. بس لو احنا هنسميه الانسانيات بس الانسانيات اللي هي ان انا لما هاجي اعمله سيمبثي لما هاجي اتعاطف معي. انا مش هارف اتعاطف معي كده وكده. انا محتاج انا محتاج كليدر ان انا اتعاطف معي بجد. مش كده وكده. يعني الكده وكده ده مش فيشتغل. فكل واحد في مكانه النهاردة تحتيه من واحد لعشرة لمليون هو في الاخر عشان انا انا مش لازم احبه على الفقر. انا مش معنى انا اتعاطف مع شخص. ان انا لازم اكون احبه. انا فيه ناس اه بيت اه بيت اه بيت اه نفسه او البروجيكت او اين كان بنقل على هو احب الشخص ده واقبله ولا لأ? دي مشكلة كبيرة جدا بقى. اه. اه. انت مش متلوب منك. لأ. انت احبه يعني اصلا يعني ماتعبوش. مظبوط. مظبوط. انا احب واكره الناس برا الشرك. اه. يعني احب الشخص او اكرهه برا باب الشرك. ويضحف تو بي فرانز. بس. يعني انا مش مضطرة خالص ان انا والشخص ده اكون صحاب. على فكرة وده مش بس في الليدرز. يعني احنا بنضرب مسأل بالليدرز لانه هم اللي عليهم المسؤولية اكبر. فطبيعي الاصغر لازم يعمل كده. يعني ده بالمنطق يعني. يبقى طبيعي ان احنا نتكلم في الترتيب الوظيفي. لو في الترتيب الوظيفي. اذا كان اللي هو عنده الاثورتي اكبر لازم يعمل كده. لازم والتعاطف ده مش معناه ان انا لازم اكون بحب البنت دي هي وشغلها قد ايه هم هايلين ورائعين. ويعني بيرفكتو. لا خالص مش كده خالص. الموضوع ملوش علاقة. ملوش علاقة. نجاح التيم ليه علاقة بالانسانيات اللي ما بيننا وما بين بعض. ليه علاقة بالروح النظيفة اللي ما بيننا وما بين بعض. حتى في الكمبيتشن. حتى في الكمبيتشن. احنا لو فرقتين ضد بعض تماما. تماما. واحنا بنا تنافس. مين فينا اللي هيحقق التارجيت. واللي هيحقق التارجيت هو فريق واحد بس. التعاطف زكاء. هي الفكرة الفكرة في الانفيرومنت مش بتبقى عندها الصقافة دي. يعني مسلا اه 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 الانفيرومنت اللي احنا فيها مسلا في مصر اه شطرة جدا لكن على البيزنس كوميونيكيشن والاموشن الوكام ده كله الدنيا فعلا اه خراب. لان ممكن مسلا ايه اه يعني حد من الناس او شفتها كمان في اكتر من شركة واكتر من حد اه اول ما يحس ان الدنيا لود عليه في 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 الشغر والدنيا شدة شوية والدنيا فيها ضغط شغر معلش لأ انا انا محتاجة روح مستشفى عشان اعلق كولوكوز. طب والشغر اللي انتها فينا يعني طب ماشي اوكي تماما. كولوكوز مرة واتنين من خلاتة. انما مش كل مش كل ضغطة ان نروح نركب كولوكوز. اه اوكي. انا 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 هقول لك الحاجة اه يعني بص انت هتجيلي كده انت بقالها هتجيلي انا عالجرح. هو على فكرة اه احنا يعني ناس كتير قوي انا متأكدا هي سمعينا يعني انا متأكدا ان الناس كتير سمعينا دلوقتي من ال 26 شخص تقريبا اللي معينا. انا مش عارفة هم كام حد دلوقتي بس يعني. واحد وثلاثين. اه انا متأكدة انه انه كل واحد في ال واحد وثلاثين شخص دلوقتي حيرليت لفكرة الناس اللي بتتدلع في الشغل. بس انا اكتشلي هقول لك على حاجة اه انا انا يعني خليني اكون صريحة. الشخص اللي بتدلع في الشغل خليه تدلع لان عمره ما هيوصل لحاجة. يعني لو احنا بنتكلم على البيزنس كوميونيكيشن وهو قرر ان دي الطريقة اللي هو كميكد بيها وقت ما هو تعبان او هو دي الطريقة اللي هو عايز يعبر بيها عن نفسه في الشغل. فطمام انت يعني هيوصل لبوينت مش هيجبر. والناس دي للأسف للأسف عندها فكرة انه لما يبقى المال مالي والبيزنس بتاعي هبقى اروح بقى اتعفين. لكن عشان المال مش مالي عام زال مؤجر فاقة كده فاهم? اه. عشان المال مش مالي. والحاجة مش بتاعتي والبيزنس مش بتاعي. فانا مش هتعفين. انا مش هتكلم اه دينيا ده صح والغلط? لان اكيد غلط. اه الناس كده عم بقى تنسب ان هو عد فلوسكو يعني. اه اه اوكي. اه هو ده غلط. ولو احنا هنتكلم على اكزامبل على اد فلوسكو. لو انا بقى هتكلم على الناحية التانية. كلمة على اد فلوسكو كان فيه ولد سألني وكنت برضه بشرح بيزنس كوميونيكيشن. اه انا بس عايزة افتكر السؤال بالضبط لان هو ساعتها سأل سؤال يعني كويس قوي. فقال لي ايه? فقال لي لما كنا بنتكلم اه افتكرت. كنا بنتكلم ساعتها على انه الستات في بعض الوظائف بتاخد مرتب اقل من الراجل. وده مش معناه ان انا ست تفهمين استعشان بس من الناس دلوقتي هتسخن كلها فياريتي جماعة انقل السخونية دلوقتي احنا زي ما احنا فيش اي حاجة. احنا احنا فكنت بكلم انه في بعض الوظائف في بعض الوظائف اللي هي السي كلاس يعني. اه الستات ساعت بتاخد مرتب اقل من الراجل. وده مش تيمة يعني. فهو ساعتها رد علي قال لي بس ده ظلم. الولد رد علي قال لي بس ده ايه ظلم. لو في وظائف فعلا زي في البنزينة مسلا. الراجل مسلا ممكن مرتبه يبقى ثلاث تلاف وشوية. ويتشفز كده كده قليل. لكن ال الست مسلا ممكن ترضى بألفين ونص وتشتغل عادي. وهوما الاتنين بيعملوا نفس الحاجة. فساعتها هو رد علي قال لي بس ده ظلم. قلت له ايه بقى اللي يحدد ده ظلم ولا لأ? وده برضو هرد على سؤال بتاع القد فلوس كوه. العقد. مين اللي مضى? انا ولا انت. بس كده. طب انت كنت مربوط في كرسي وانا بيكهربوك? لأ. طالما انت ماضيت على اتفاق فانت اتفاقت عليه. احنا ممكن في يوم تاني في يوم تاني ويعني هتمنى من ان احنا نعمل كده لان على فكرة جزء جبير جدا في البيزنس كومينيكيشن هو مبني على الاتكس. جزء جبير جدا في البيزنس كومينيكيشن مبني على اخلاق البيزنس. وفي مش في مصر بس فيه اخلاق بزنس. لأ. البلاد بتختلف من بلد لبلد. الكودوف اكتكس بتاعها ممكن يختلف اختلافات بسيطة مش اختلافات كارثية. بس اللي انا وانت ممكن نشوفه عادي. الاخرين هشوفه مش عادي. وهيشوفه بره الاتكس وبره الريسبكت ليبن. وبره مش عافية. لكن احنا ممكن نشوفه عادي او العكس. ممكن حاجات تانية تبقى بالنسبة للناس عادية جدا. بس بالنسبة الكودوف اكتكس البزنس كودوف اكتكس بتاعنا. هو مش عادي تماما. لكن في حاجة اسمها انترناشنال كودوف اكتكس. يعني الحاجات ده ايه? انا وانت والناس كلها ما ينفعش ما تعملهاش. لو احنا شخص افخاص بنسع للنجاح. بنسع للتميز. بنسع لان انا جامد قوي. وشايف نفسي ان انا التفاصيل بتفرق. وهفضل كل شوية. دول القاعدة اللي احنا قاعدنا دي. هقول لكم. التفاصيل بتفرق. التفاصيل مش في انت شاطر في صغلك قد ايه? التفاصيل بتاعت انت كوميونيكات الشاطر قد ايه. انت بروفاشنال قد ايه. البزنس كوميونيكيشن داخل جواها. يعني جوا البزنس كوميونيكيشن هو تعريف. هاو تو بي بروفاشنال. اصلا ده. يعني كيف تكون مجموعة؟ ففكرة انك تكون مجموعة؟ ملوش علاقة بين تشاطر قد ايه في الدزاين بس ولا شاطر قد ايه كسالس بيرسن بياع لا 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 خالص طيب انت شاطر قد ايه بقى في الحتة بتاعة بيينك مجموعة؟ في الكميونيكيشن فده؟ اقول برضو مثال زمان كنا في مثال على بروجيكت ايام الدمعة تبع اناكتس ويمكن احمد عرف اناكتس كان بيفرق قوي في حتة البرزنتيشن وكان بيفرق كمان في الكمبيتشن نفسها والبرزنتيشن نفسها وان انت تاخد يعني او او ايجيبت مثلا او اي ان كان ده بيعتمد 100% على البرزنتيشن سكيلز بتاعتك وازاي ان انت تعمل كوميونيكيات كويس جدا جدا مع الجايد اللي قاعدين ومع بقية اللي معاك والنسبة ان انت تكوميونيكيت مع عشان لو تسألت سؤال تعرف ترد عليه والكلام ده كله ده من الحاجات اللي ممكن تكون انت عامل هو اشتغلت عليه تلت اربعة خمس ست ايام واخدت فيه نجاح اكتر من حد تاني هو بقيله مسلا سنة او تمن شهور شغالة على البروجيكت وروح وسافر وجيه بس انت عاليت عليه بسبب ان انت عارفت تعمل كوميونيكيشن كويسة كويسة وقدرت ان انت تعمل كويسة يعني انا من عผلة تنظري ان جزء كبير من الكوميونيكيشن بيعتمد على البروجيكتina Ll profit انت ازاي او جزء البروجيكت کتائشن في حته كبيرة جدا' جدا في الكوميونيكيشن ازاي انت بتعمل بايزنكيشن تتكوميونيكيتم مع الناس اللي بتسمعك وازا انت تقنعه مع شكل كويس وحتة الенко ولكمان الجزء بتاع انت ازاي تدوكمنت ده. حتة اليدوكمنتيشن برضه في شركات كتير لما بنيجبه اتغل لها او وهكزا. فين يا جماعة ورقكو عشان نعمل الكلام ده وفين الحالكتو? مفيش اي حاجة. آآ مفيش اي الارقام كلها ممكن نقعد شهر عبل ما نجمع الارقام والداتا وكام وانتو بتعملوا ايه? ومين بيسلم مين? بتاعتكم ماشية لزاي? وازاي ان انت بتفورورد لي? وهو بيفورد ليك ازاي? وازاي تعملوا والكصص دي كلها. الحاجات دي كلها جوا برضو بتبقى فرقة جدا. بتحس الساعات لو انت دخل شركة فيها الكلام ده كله منظم بتحس ان انت قطعت سنة كاملة آآ آآ يعني واختصرت سنة كاملة من الشغل في بس اللي انت عملتها وطريقة اللي انت عملتها تقريبا ده نفس يعني تقريبا ماشي مع نفس المنطق بتاع آآ آآ اسيا لما انتو كنت تقولي على الدينت التركية آآ او الدينت الكورية هو تقريبا نفس كده. هنا في شركات كتيرة مغيبة في الموضوع ده بشكل يعني. ده حقيقي واتخاص كمان. احنا النهاردة دلوقتي انا ما عفش احنا معاني طلبة جامعة ولا لأ بس احنا النهاردة في طلبة الجامعة انا لما بدخل الكلام الحقيقة بيبقى انا بسجل على الموبايل كأن الوراء والقلم ديش تيمة. فانا عندي مشكلة في الموانا قديمة شوية. فانا مضع بالنسبة لي بيبقى مشكلة فعلا. آآ ده مش معناه ان انا ضد الكتابة على الموبايل عشان الناس ما تفهمنيه غلط بس انا بحس ان الدوكومنتيشن آآ يعني لها اسلوب صح المفروض تتعمل يعني علشان انت تجدت الموست بانيفيتس يعني توصل لاكتر فضر ممكن من البانيفيتس آآ من الحاجة اللي انت بتدونها انا شايفة ان الكتابة فانا متفقة معاك تماما يعني تماما. يعني بس عايزة اقفل الحتة بتاعت الدلع عشان راح ان بقى خلصناها. فالشخص اللي هو بيتدلع ده ده ما عندوش مشاكل في الكميونيكيشن ده مشاكل في حتة تاني. فاللي هو اول الله العظيم بجزء يعني ده عندو مشاكل في اجزاء تانية من الاسكيلز ملايش علاقها بالكميونيكيشن بس يعني ده الكميونيكيشن دي ممكن تكون مشكلة واحدة من المشاكل. لكن انا اللي هقدر اقوله انه احنا اعتقد انه كل واحد فينا حابب يكون ليه بصمة في اي مكان هو بيبقى موجود فيه. البصمة دي ما بتتكونش بسهولة. بصمة دي محتاجة شقة. فعلا محتاجة شقة. يعني الكلمة دي حكون نسمعها من اهلنا. وكلمة شقة احنا احنا موجودين في الدنيا علشان نتعب وربنا يا جزينا خير. فالشقة ده مش بيجي بالسهل. فالموضوع بيتدلع دي قصة تانية. لكن انا هقول اخر نقطة في اللي هي بالنسباني برضو ايه? اه مريبة شوية. يعني عليه علامات ستفهم كتير او الناس مش بتبقى فهمة. او بليش بتبقى فهمة. بتبقى فاكرة ان هما كده واضحين كفاية. فخامس نقطة هي بي كلير ان كونسايس. بي كلير ان كونسايس يعني ايه? يعني لما تيجي تقول لحد معلومة او تستقبل معلومة. انا دايما بقول اسأل اسئلة كتير. محدش يقلل من اهمية السؤال. السؤال ده من اهم الحاجات الحلوة اللي موجودة في الدنيا. انا النهاردة اتقال لي تعصدك. مقفوضة عملها. فهمت منها شوية حاجات. ومس متأكد انا في امتها كلها ولا لأ? او حتى لو انا متأكد ان انا في امتها. فانا محتاج حاجتين. عشان الموضوع ده بيعمل حاجات كتير قوي. كان فيه حد مرة جي قال لي ايه? صار انا عندي مشكلة كبيرة جدا? ان انا بشتغل اه في مكان تحتية مديرة وانا انترنشوب. انا 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 عندي انترنشوب في الشركة زي. فهي كل شوية تيجي تقول لي روح اقول للتيم يعملوا واحد اتنين تلاتة اربعة. فالتيم منهم اللي يعملها صح. وتلاتة اربعة يعملوها غلط او كلهم يعملوها غلط. وفي الاخر انا اللي بشيل الليلة. ان انا اللي ما بلغتش. كل شوية اشيل انا الموضوع ان انا اللي ما بلغتش. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده انتم متخايدين اه اه الموضوع عامل ازاي? فساعتها انا سألت وتفكر المشكلة فين? قال لي ما تقول لهم هي. طب لو هي افترضنا ان انا شخص مثلا عندي اه اه مش شخص الاسيستنت. هو ما كانش اسيستنت هو كان يعني شخص انترن. اه عنده عامل انترنشيب بس. فهو ما كانش الاسيستنت بس لو افترضنا يبقى حل المشكلة ازاي? لو هو معين وكل شوية اقول لها حاجة انا مش عارف ايه. حتى وانا بياخد التاسك. بالذات لو التاسك دي جديدة وباين ان هي تاسك. انا لازم اعمل حاجة اه 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 زي ريكاف. فاسأل. يعني دلوقتي ده هيتعمل كزا? اه. بتعمل اليوم الفلاني? اه. طب وانت عايز فلان وفلان وانا اللي نعمل التاسك دي? اه. طب وفلان التاني ده مش هيعملها معنا? لأ. اوكي. يبقى انا كده عملت ايه? عملت كده. ان انا فهمت الموضوع صح. دي طريقة مطرق. الطريقة التانية محمود لسا قيل ان انا دوكيومنت. ده سواء وانا بستقبل المعلومة او وانا بخرج مني المعلومة. في كل الاحوال من اهم الحاجات. من اهم الحاجات. في قصة كده لزيزة قوي برضو هحكيها لكم. اه. ودي هندخل لها في الحتة بتاعت. من اهم في الدنيا الثقافة. ايه اكبر مشاكلنا في الكميونيكيشن? الثقافة. الثقافة دي ما لايش علاقة بان انا لازم اكون بتعمل واحد صيني يعني. فهو ثقافته صيني وانا ثقافتي مصري. لأ. ممكن يكون هو من من الستتينات. وانا راجل موليد الفنات. او العكس. او ممكن يكون انا فرق يعني فرق الاجيال. فرق الشركات. البنكر. راجل اللي بيشتغل في البنك. ثقافته مختلفة تماما. يعني راجل بيشتغل ابن سوق. تاجر. شارع. ثقافات مختلفة تماما. فالثقافة من اكبر الكميونيكيشن بارييرز اللي احنا ممكن نعملها. ففيه قصة كده بتقول ان فيه مدير. المدير ده آآ مدير في شركة امريكانية. بيكلم واحدة من اسبانيا. عملوا بروجيكت هما الاتنين مع بعض. آآ فالبروجيكت ده المدير ده المفروض ان هو يسوبرفايز البروجيكت اللي في اسبانيا. والديدلاين بتاع البروجيكت ده ان اسبانيا التيم بتاع اسبانيا سلمهوله كمان شهر. تمام كده? لو انتم مش متمينة قصة ياريت تسأله عايدي جدا. طيب. فالمدير اللي في امريكا المفروض ان هو يشرف على اللي في اسبانيا. اللي بتاعه كمان شهر. فاللي حصل ايه? اللي حصل انه آآ اتكلم مع البنت. قال لها خلاص انا كده احنا بتاعنا كمان شهر. انا هاجي لكم في المعادة عشان هزوركم عشان اتأكد ان كله تمام. فرحت هي ردت عليه. قالت له لاتس هوب. كده بالضبط. لاتس هوب. خلينا نتمنى ان احنا نلحق نخلص في المعادة. اوكي? طيب. وقفلوا السكة والموضوع خلص. عد شهر. الراجل راح يزور اسبانيا. رحبوا بجدا وقعدوا يأكلوه ويشربوه. اهلا وسهلا وما بيتكلموش في موضوع البروجيكت. والوقت يطول وما بيتكلموش في موضوع البروجيكت. رح سألهم يا جماعة هو مش كان فيه البروجيكت النهاردة بديدلاين دتاعه. رح وردوا عليه قالوا له ايه. البنت ردت عليه قالت له ايه. قالت له انا قلتلك ان لاتس هوب. فده معناه ان انا ان احنا مش هنلحق. ان شهر ده قليل. فانا افتكرتك فاهم. افتكرتك فاهم دي بقى قصة حياتنا في كل الشغلانات. اه وده عجب ما فيش دوكومنتيشن. شكرا. بالضبط كده. ما فيش دوكومنتيشن. وساعات مش بس الدوكومنتيشن. ساعات كليرنس في الكلام. ان الكلام مش واضح. وده يعني يعني خلينا نقول ان الكميونيكيشن باريز اللي انا قلتلكو عليها من شوية. فيه حاجة اسمها low context culture. وفيه حاجة اسمها high context culture. وان احنا يعني مصريين عدتا بيروفوا ال high context culture اكتر. لا زي الاسمانيين كده. اللي هو انا قلتلك هاجي ساع 2. ما انت جيت 2.5 انت مجيت في 2. ايوة ما هي 2.2.5 دي مش فارقة. exactly this is what is high context. احنا زي اسمان اكتر. احنا ثقافتنا اسماني سننا شوية. الطاليان شبهنا شوية. اه ده لو احنا بنتكلم في كيفة. this is a barrier. انا النهاردة بتكتفق مع حد على حاجة. لو احنا مش هندوكومنت وبنتكلم على حاجة. الحاجة دي ممكن تكون صغيرة او كبيرة اي ان كان. واحنا مش احسن حاجة. بس لو افترضنا ان ده اتفاق. اه باشتري من واحد دولارات مثلا. اين كان. حاجة بعبيطة يعني. فالاتفاق ده لو مش واضح. فهي المشكلة في الكميونيكيشن والاطراف. فلازم واحد فينا يسوق الكميونيكيشن. ويتأكد ان هي صح وضطيقة. يتأكد ان هي واضحة وضطيقة. وده يخلينا برضو نقول حاجة مهمة قوي. احنا النهاردة في ميتنج. كلنا. هتلاقوا ايه اللي بيحصل? هتلاقوا حد فتح المايك قعد عايز يسأل سؤال. فراح بعيد عن السؤال. ورجع تاني للسؤال. وبعين راح بعيد عن السؤال. ورجع تاني للسؤال. بس مسألش بقى السؤال اللي هو عايزه في احنا كلنا في الناس اي حاجة خاصة. اوكي? بتحصل في ميتنجز كدير جدا. هو عايز يسأل سؤال. طب ما تسأل السؤال. ما تكون السؤال في دماغك? اكتبه لو مش قادر تتأكد ان هو قصير ومفهوم كفاية. عشان يكون دقيق. فواضح يعني ايه? هو مش معنى ان انا اكون عايز الحاجات واضحة ان هي لازم تبقى طويلة وكتيرة. لأ. هي بالعكس هي لازم تكون to the point. هدخل اسأل السؤال. فالسؤال. واجمعنا مش بخاوفك عشان ما تسألوش. احنا بنتعلم نكومينيكيت فبليز سألوا عادي. بس احنا نتعلم. ودايما انا بحس ان الاماكن اللي احنا مسموح لنا نتعلم فيها لما انا بعد احضر speech او workshop او course انا اه في اي مكان في اي حتة. بحس ان ده اكتر مكان امن ان انا اسأل اي سؤال انا عايزه. يعني بحس ان الاماكن الامنة للاسئلة هي الاماكن اللي احنا مسموح لنا نتعلم فيها. ده اكتر مكان امن للسؤال. انا كان السؤال ده فكرة عمل ازاي. فخلوني ارجع تاني لحتة انه انا قاعد في ميتينج. فلا بقى خايف ان انا اسأل عشان ما بنش ان انا مش عارف ايه. يعني دي مشكلة تانية كبيرة جدا عند ناس كتير. ان هو خايف يسأل. اصلا هطلع مش فاهم. طب ما تطلع مش فاهم لان انت محتاج حد يوضح لك. الا لو انت متأكد انك هتوصل للمعلومة دي بطريقة تانية وانت متأكد ان المعلومة هتبقى صح. فانت محتاج تعمل دبل تاسك دلوقتي. دبل وورك. انت محتاج تعمل دبل وورك. اول حاجة انك تشوف مين الشخص اللي هتسأله. وبعدين تبقى متأكد ان الشخص ده هيقول لك المعلومة اللي انتو سمعتوها في الميتينج دي مش ناقصها حاجة. على رغم انتك ممكن تسأل السؤال في الميتينج عادي. صراحة محتاجين اصلا نعمل اه في حد تقريبا عايز يسأل بس حاجة اقول حاجة اه احنا محتاج نعمل اه 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 تاني قدام بس عشان موضوع الميتينج ده. موضوع محتاج اه 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 احتاج اه 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 ممشي او بس طيب. مين حد عايز اسأل سؤال اه اه ايه. اسأل تاني معلش. اه هو سؤال انا مش عارف والسؤال ده صح هو الا لا بس اللي هو اه يعني اه انا كمحمد اه بحب يعني ايه? اه بحب اكون تشاطر في المكان اللي انا فيه او شاطر في المجال البتاع عموما بس انا اعاوز اعرفه هل في بوينتس لو انا عملتها في المكان بتاعي او في المكان دوت ده يعني بيتخليني فعلا ان انا يعني يكون عليه الاسبوت او عليه فوكس او او انه فعلا اللهم بيقولوا عيقية اه الشخص دوت فعلا اه يقدر. متميز. ان هو ايه بالزبط كده متميز. اه مش عارف هو السؤال ده صح ولا بس ولو هو مش صح فالسؤال على المقيد هو عكسه. ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها فتخليني شخص مميز يعني في اي مكان عموما. بس كده شكرا. هو انت انت حضرت معنا الاول من الاول فالس ولا لأ? ايه ايه من الاول اه. انا عايزك بقى تركز او في اللي احنا بنقوله ده. لان انت اكد ان ده يخليك مميز. تمام. من اول انك تسمع كويس اوي لحد اصغر اصغر نقطة اه واكبر نقطة في اللي احنا بنقوله هي محتاج منك تمرين. يعني محتاج منك تمرين. تمام. تمام? فانت اه ما تفوت في الموضوع كله كان عندي صديق كان دايما يقول لي صار كسري فيل. لما اقضى فكر في موضوع كبير اوي 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 فكان دايما يقول لي صار كسري الفيل. فانت طول ما انت حاطت الفكرة اللي في دماغك ان انا عايزة بقى متميز دي فكرة كبيرة اوي ده فيل كبير اوي. فانت كسره. خد منه خطة صغيرة عشان تعرف تمسكها وتعرف تنفزها وتعرف تعملها. فانا دايما لما فكر في حاجة مضايقاني ومش عارف اعملها وبتديها ازاي افتكر اه صديقي ده اللي كان بيقول لي ايه صار كسري فيل. فانا دلوقتي هقول لك زي ما هو كان بيقول لي. تصر الفيل يا محمد. ماشي? ماشي. اوكي. طيب. حلونا اه احنا هارجع بس تانية عشان نقفل الجزء الاوليني اللي هو من اهم الحاجات. انا لو قاعد في ميتنج. لو قاعد في كورس. قاعد في اي ان كان نوع الحاجة. انا محتاج. لن انا خاف ان انا اسأل. لأ. انا محتاجة اتاون سؤال. فمحتاجة اتأكد ان السؤال ده ايه? واضح. كفاية. وواضح بشكل كافي. وفي نفس الوقت هو دقيق. يعني داخل في الموضوع. كتير جدا من. هتلاقوا ناس كتيرة مشهورة. يعني مش هقول ان هما من العظماء. لانه مش معنى ان حد مشهور ان هو عظيم. ولا ان هم مميز. هتلاقوا ناس مشاهير كتيرة جدا. بتمسك المايك على الستيج. وتوديك وتجيبك بقى. فانت تبقى مثلا في معلومة ها? هيقول اهو. رحت. معلومة رحت. لان احنا رحنا حتة تانية اصلا خالص دلوقتي. خرجنا برا الموضوع. اوكي? فده يخلينا عايزين نتأكد ان سواء انا اللي مسك المايك وبكلم النسفة بتاعتي دلوقتي. ازاي افضل طول الوقت مركز على الكونس اللي انا بكونها. ما تسحلش مع الاسئلة. ولا مش عارف ايه. دي قصة كبيرة زي ما انا حمود قال ممكن نعمل لها ميتينج تاني. لكن خلوني اقول لكم ان فكرة ان انا كون واضح. واتأكد ان انا خدت المعلومة بشكل واضح. دي حاجة مهمة جدا. اه. تاني نقطة كانت ايه بقى تحب يا محمود نتكلم على ايه تاني نقطة دي بقى. اه بس هي الفكرة بقى اه احنا مش نخدم بالترتيب علشان الوقت هيبقى صعب. بس يخلينا نقول اه. اه نخلش ازا اكشن بقى ازاي نعمل بلد. اه بشكل اه بشكل عاملي بقى ازا اكشنز. اه لازم انا اعمل ايه? اه خصوصا اه في في جوة الشركات نفسها. سواء انا كما كموظف عادي مع المانيتشر بتاعي او انا كمانيتشر مع الموظفين بتوع كمان الناس اللي هي موظفة ومعها مديرين مش احسن حاجة لان دي فيها اه فيها كلام كتير جدا. فانا ازاي مع المدير اللي هو مش احسن حاجة اه بالنسبة لي يعني. اوكي. طيب مبدئيا عشان انا اعرف ان انا هعمل ده ازاي? انا لازم اعرف ايه المشاكل. ايه الحاجات اللي بتخليك كومينكيشن صعبة. اه الحاجات الاساسية اللي بتخليك كومينكيشن صعبة والي هي معظم الوقت بيبقى داخل فيها كل المشاكل بتاعتنا هي الاموشنز. المشاعر. الثقافة. الثقافات المختلفة. اللغة. وهفاجئكو في موضوع اللغة ده. والحاجات اللي هي ليها علاقها بالصفات الشخصية. والبرسابشن وجهة النظر. طيب. ملخصا كده. ملخصا كده. عشان البريرز دي انا اوفركم كل البريرز دي. اول حاجة هقولها عشان ادخل في كل نقطة من دول. احنا مش هنطول عليكو ان شاء الله يعني النهارده. آآ اول حاجة ركز على سبب النقاش اللي انت دخلته. يعني لو احنا النهارده بنتكلم على انه فيه او فيه او فيه او فيه نقاش في اختلاف وجهة النظر. اختار المعارك اللي انت بتدخله. شوف الخناء اللي انت دخلها دي تستاهل ولا ما تستاهلش. وحاجة تانية انت دخلها ليه اصلا? يعني حاجة تانية انت اصلا دخلت الخناء دي ليه? هنتوصل لغاية فين? فتشوز دي موضوع يعني عايز اقول لكم ان هو بيحتاج مجهود فضيع. وممكن تعملها مرة ومتعش تعملها مرة تانية. انت مش دايما هتقدر تتشوز يورباتلز. انت بحتاج تركز وتتقل قوي يعني شان تبقى متأكد طول الوقت ان انت بتختار النقاش اللي انت دخله ده للسبب الصح. وان انت دخله عشان توصل لحاجة صح. طب هو ايه دايما للسبب الصح? احنا قولنا من شوية. انه دايما هكون حاطط في في البيز قبل اي كلام وقبل اي كومينيكيشن ان فيه اوبجيكتف. الابجيكتف ده ممكن يكون حاجة صغيرة مثلا. يعني قصدي ايه بحاجة صغيرة? لازم تكون التارجت السنوي مثلا بتاع شركة. لا خلص ممكن يكون ان احنا هنعمل ديزاينز هنعمل بريف لكلينت الجديد. هنعمل له مثلا جايدلاينز او هنعمل له فريمويرك حاجة صغيرة كده هنقدم هلو. وده الابجيكتف بتاعنا. جينا اختلفنا احنا شغالين. احنا اصلا هدفنا نطلع بايه في الاخر? بالفريمويرك. انا هدفي في الاخر ان انا هطلع بالفريمويرك. فاي حاجة في الشغل دايما عشان انت ما تاخدش الامور على اعصابك قوي وتاخد الرفض او القبول او يعني كلنا عايزين نسعى الفيدباك بوزيتر. كلنا. بس خلوا بالكو فكرة وجود الفيدباك مش موجودة كده حوالينا يعني مش حاجة سهلة انك تلاقيها. لأسباب كتير منها. الحاجات اللي انا لسه قيلة منها ايه? اللي هي البريرز اللي هي ايه? الانتر بيرسنل. اصلا الشخص دان بيرشون كم حلو. يعني وما اكسرهم. ما اكسرهم. فالتطبطة مهمة. اكتولي ياس. والليدرز اللي واحدة منتكلم على ليدرز مهمة قوي. بس انا في النقطة دي عايزة اسأل سؤال اه محتاجة انتو تجاوبوني عليها. تفتكروا مين اللي بتاعته اصعب? اللي معاها سلطة اكبر ولا اللي معاها سلطة اقل? تفتكروا مين اصعب? محمد انت ليس ارفع ايدك ولا ده من المرة الفاتحة? موجود. 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 انا بالنسبة ليه اه اللي معاها سلطة اه اصعب ليه? لانه من وجهة هو مجرد بس او هي مجرد وجهة نظر انه ممكن اه اللي سلطته قال عنده اه عنده حد ان الكميونيكيشن قوية اه بيقدر انه يتواصل وممكن في نفس الوقت يغلب اللي عنده سلطة. اه وهي مجرد وجهة نظر اه ان لم اخطأ يعني. اه فبالنسبة ليه بصراحة اللي عنده سلطة ممكن النقطة الكميونيكيشن عنده اه ممكن فيها ان تكون يعني عنده فيها مشكلة فما بيقدرش يعني يتواصل او كده. فبالتالي انه ممكن اللي سلطته قال ممكن يغلبه. اه يغلبه في الكميونيكيشن فعلا. اوكي. تقريبا قصده معتمدة ده اللي انا برضو كترسا اقوله. و هو تقريبا قصده معتمدة على المنتليتي بتاعة الشخص والااااا بتاعه. ممكن يكون مدير هو عنده اه اه وقدر ان هو يحتوي الناس اللي معاه وقدر يزبط الدنيا. واللي تحته تمام فيعرف يزبط الدنيا وممكن يكون العكس. صح كده? حد عنده رأيه مخالف? حد عنده رأيه عكس الرأيه بتاع المدير? او حد عنده سبب مختلف عن السبب ده? اه في حد رفع ايده. احمد. احمد انت رفعت ايدك بالغلط? احمد افتف. انت سمعيني الاول ولا نصوتي راح? اه لا تمام تمام. او احمد الرجع. انا ببساطة شايف ان اللي عنده سلطة قليلة بيبقى كويس في اكتر من اللي عنده سلطة كبيرة. ليه بقى? علشان مش بيبقى عنده حاجة خايفة اخسرها. انما المسؤول دايما بيبقى خايفة عنده سلطته وخايفة احمد. ايه احمد? انا احمد احمد انجينير وا, مسلمك اضحة. هلو? ايوة? انا اسمات software engineer. بتتقول حاجة تانية? لا بس انا معاكم. انا منور. طيب. اه اكتلي صح هو اللي احمد قاله يعني اقرب للاصح لانه دايما اللي عنده اعلى. عنده اعلى في الشغل. هو طبعا الكلام اللي انتو اللي اتنين قلتوه صح? لكن السبب اللي احمد قاله اضق شوية. انه اي حد جوه التيم يعني خلونا نقول انه باي بوك. بلش نقول على اللي بيحصل في الواقع. عشان انا عارفة دلوقتي اني السكاكين هتطرفع. اللي بيحصل في الواقع حاجة? واللي انا هقوله دلوقتي يعني هو دازل دايما بيحصل للأسف. لكن خلوني اقول انه اي حد عنده تيم. انا مثلا واحدة من فريق مكون من ثلاث اربع افراد وفوقينا مدير. لو حد فينا بوص حاجة في الكميونيكيسن فمه من عمل هي الاثورتي الاكبر هي هي لمشكلتها اكبر بكتير في الكميونيكيشن. ليه? لان انت كل ما بتتدرج وظيفيا اعلى كل ما انت اصلا التكنيكالاتز اللي انت محتاج لها في شغلك اقل. بالعكس انت محتاج تبقى كوميونيكيتور شاطر. يعني السي او ما بيفتغلش بقديه. هو بيعمل ايه? هو بيكميونيكيته لليوم. مع عميل زعلان ولا مع مشكلة عند موظف ولا عند ان هو محتاج يتكلم مع البورد عشان يشوف مشاكلهم يحلها لهم. ولا ان هو يقعد يتأكد ان الابجيكتفز مش عارفة وصلت صحة للناس ولا 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 ولا. هو كل ما انت بتتدرج وظيفيا اعلى. كل ما انت ما بقيتش بتشتغل اكتر في الحاجات التكنيكال بشكل كبير. يعني ممكن اصلا صاحب الشركة ده ولا البورد ممبر ده يكون اساسا بتاعته مالهاش علاقة اه بال بالاندوستري كلها يعني مش فاهم مسلا مسلا حنفطر انه هو اصلا راجل مدير مالي. هو اساسا راجل مدير مالي. وبقى سي اوه. هل هو فاهم كل حاجة في المواركتنج? اكيد لا. بس عايزة اقول بقى لحاجة? قول. ده بقى من انواع المديرين. بالروح للشركة. اقول لك لي بالروح للشركة. بيبقى معاها بقى ايه التيم آآ بتاع نقول له نبتي بقى نعمل مع واسأله بقى ايه الامور مع الموظفين مين كويس مين وحش بيبتدي يقيم الناس من خلال وجهة نظره. مش من خلال الورقة والقلم والارقام والشغل بتاع الناس. ان هو مش بيعرف مع الناس لأصدار كتير. اولهم ان هو مش قادر الناس دي بتشتغل صحة ولا غلط. دي اول حاجة. تاني حاجة هو مش قادر آآ ان هو يديهم آآ 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 كبيرة في اللي قادرين ان هم يشتغلوا عليه عشان يقدر يريحهم. فقريدي هنا بتروح في حتة تانية. تالت حاجة هم بيبقوا وشايفينه ان هو في الجزء بتاع الشغل بتاعه. فوردي مش بيقدروا ان هم يددوا الاحترام الكافي في رأيه حتى لو كان هو رأيه صح. بيشتغلوا كتير بقى. تمام? لو هم مش لو هم مش لو هم ناس مش مجتمين او موظفين لعبيين شوية بيبتدي يشتغلوا كتير. لو هم ناس شطرة بيبقوا مأزين نفسيا اللي هو انت اصلا مين انا ولا عارف اتعلم منك حاجة ولا عارف تجيزي حاجة ولا. انا عايزة انا عايزة اقول حاجة يا محمود. انا مبسوطة جدا ان انت واخد بتاع الباب انا سعيدة. بس انا هقولك عن حاجة ان الشخص انت بتوصفه ده مش اصلا ولا مدير اصلا. يعني هم نتكلم عن البزنس كوميونيكيشن فهو مش مشكلته في الكوميونيكيشن ومشكلته انا ما بنفعش لبساعة شركة. ايه. يعني هم نتكلم انا على. خليني انا احكي لك على نموذج قدام النموذج اللي انت حكيته ده. انا اعرف واحد وده حقيقي. انا اعرف شخص. آآ مهندس مهندس طيران. عنده النهاردة اربعة وتلاتين سنة. فاتح مصنع. مهندس اساسا ايه او مهندس طيران. اشتغل ايه في حياته? حيات كتير قوي 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 من اول ان هو عدت العربيات. يعني هو اشتغل حاجات من اول ان هو شال شويلة. راح يعدت عربيات. تمام? طيب. آآ فخليني اقولك ان ده ده نموذج تاني. الشخص ده النهاردة هو فاتح مصنع البتجراونز بتاعته. اللي هي موارسينج. واللي هي الاندسر اللي هو بيشتغل فيها اصلا. ولا اي حاجة خالص. بس هو في الاسر هو ما شاء الله اجزامل ناجح. لا الناس بتشتغلوه. ولا اي حاجة. طب هو عليه ايه الفرق ما بين اللي انت حكيته اللي انا حكيته. ده تعلم وده ما تعلمش. ومش تعلم بس بذل التcommunication. هو تعلم الصنعة. يعني ايه? يعني يعني هو الفكرة كلها انه ما ينفعش حد يقرر ان هو يفتح شركة ودي مشكلة تانية ممكن يبقى كان فيها في يوم تاني بس انا هحجري عليها بسرعة كده. انه ما ينفعش حد يقرر ان هو يفتح شركة وهو مش متأكد من شوية حاجات. احنا بيتبين الصورة من بره ان هي سهلة. بس انا كل اللي عرفهم اللي كانوا فاكرين الصورة هي سهلة رجعوا يندموا بعدين. مش ندموا يعني بقى فشلوا. لأ. ندموا في نظرتهم لسهولة المواطف. ممكن يكون مفشلوش. بس نظرتهم لان الموضوع سهل من بره. ده اللي هم ندموا عليه. انه هم ما كانوش مقيمين المواضيع صح. وانا قد ايه الموضوع طلع اصعب من النظرة السهلة اللي كانت في الاول. فخليني اقول انه الشخص اللي انت حكيته ده موجود وكتير وبنشوفه وفي كل حتة وصدقني مش في مصر بس. ده موجود في كل حتة. اقول لك على حاجة تانية. شركة الطحان من اعظم الشركات في مصر. راجل معلوماتي يعني. معلوماتي. ما بيعرفش يراه يكتب. وانا يعني شبه المتأكد من المعلومات دي لان انا عرفه. شخص ما بيعرفش يراه يكتب. وهو فخور جدا. ومعندوش اي مشكلة. بس راجل يعني لما تيجي تتكلم معنا الصناعة فاهمها. الراجل عنده صنعة. وفي نفس الوقت. هو اللي على الفكرة بيفهم في الماركتنج. جاب ناس تشغل الماركتنج. جاب ناس تشغل الفاينانس. جاب ناس مذاكرة ودرسة وخارجة الجامعة الامريكية. هو بقى ايه? عارف يعمل ايه? عارف ان هو يبني كل الفريق ده. علشان النهاردة هو مسلا يبقى عنده شركات الطمر اللي عنده. وعنده شركات المطاحن اللي عنده اللي بيطالع منا مش عارف ومنتجات عاملة ازاي? لكن تكنيكلي هو عامل ازاي? هو في الاخر ابتدى ازاي? هو اصلا ما يرش حاجة للقاية وكتابة. اللي انا عايز اقوله ان اللي عايز يتعلم بيتعلم. بيتعلم بقى من الورق والقلم والكتاب او زي زي النموذج الاولاني اللي انا حكيت عنه اللي عنده مصنع دلوقتي. او زي طحان اللي هو رجل يعني اكيد دلوقتي عنده مسلا سبعين سنة او حاجة انا معرفش. بس هو رجل كبير محترم جدا. النموذجين اللي احنا بنحكي عنهم دول ناس محترمة جدا وحققت نجاحات باهرة. باهرة. والاتنين اتعلموا بنفسهم. يعني الاتنين سعوا للتعلم في حاجة. هم ما بيفهموش فيها اي حاجة. طب هل ده معناية ان سواء ده او ده فاهم بقى في كل تفاصيل الماركتنج وفاهم في كل تفاصيل الفاينانس وفاهم. لأ طبعا. هل هو? لأ هو هيعرف يعمل ايه? هارف يتعلم. او يعرف يقرأ تقهير. يعرف مش هارف يعمل ايه? ده بقى طبعا اللي بيمايز حد ع حد. فلو احنا هنتكلم عن فكرة انه الناس النهاردة انا انا ماجي قبل التشالنج في ان انا تحتية تيم مش عارفة كوميونيكيت معاه. انا في مشكلة كبيرة جدا اكتر من التيم اللي تحتية ذات نفسه. انا هنا عندي مشكلة ان انا السوبرفايزر او انا اللي ام نليدنج ده تيم. انا مابيني وما بين التيم. وانا مابيني وما بين كل واحد جوا التيم. وانا مابيني وما بين الادارة اللي مسكني انا بقى. انا والتيم. فانا قاعد في حتة محتاج ان انا اقدر اهندل اطراف كتيرة جدا. احنا انا انا كنت اكلمتوكو شوية عن الكولتر. انا هخلص بس جزء الكولتر لما بيكون بارير. اللو كونتكس كولتر والهاي كونتكس كولتر زي الاكزامبل اللي انا حكيتهلكو. في واحد لما قالت ديدلاين كمان شهر كان يعني ان الديدلاين كمان شهر. وفي واحدة تانية قاتلو. خلينا انا تمنى انه يفلص كمان شهر. في الوقت اللي انت حطيته كانت تقصد انه في الاغلب احنا مش هنلحق فما تستنوش. فحلوة كانت قصدي وكنت تقصد دي. فبليز. احنا كلنا في مصر معظمنا. عشان انا ما بحبش التعميم. بنحب الهاي كونتكس كولتر. احنا بنميل لايه بقى? للنون دوربل سيجنلز. ان احنا نستخدم ايدينا وملامحنا وتعبيراتنا وإفهاتنا في ان هي توصل للرسائل اكتر من الجمل الواضحة الدقيقة. دي مش رتيمة. دي مش حاجة وحشة. لا الكتب العلمية قالت ان الشخص اللو كونتكس كولتر ده راجل ما بيفهمش حاجة. ولا قالت ان الهاي كونتكس كولتر ده راجل ما بيفهمش حاجة. بالعكس. احنا بس لازم نلاقي خط في النص. نتكلم فيه. الخط اللي في النص ده ان راجل لو كونتكس ده راجل باي ويرد. كلمة اللي قالها هينفزها. زي الالمان. زي زي ناس كتير. بس يا خلال اللي نضرب مثل بالالمان وناس تانية. لكن المصريين اللي هما زي حالتنا. احنا هاي كونتكس كولتر. الهاي كونتكس كولتر ده انا هادا ما يجي يتعامل مع راجل اقولكم مين بقى اللي عندنا احنا هنا لو اي حد بفيكو بابا آآ كان زابط جيش او آآ او شرطة. يعني من الناس القديمة. هتلاقيه ايه? ساعة. الكلمة اللي بيقولها هي كلمة. الموضوع انتهت. هيصحى سبعة الصبح? يبقى هيصحى سبعة الصبح. هيوصل تمانية ونص وخمسة? يبقى هيوصل تمانية ونص وخمسة. ومش في المعيد بس. هو عمتا تضاع الاشخاص بتوع الجيش. هما بيستخدموا الكلمات الكلمة للتعبير للكوميونيكيشن. فبسبب الكلمة. فهو يقصد. لو قال لك هوريكي بقى هيوريك. موضوع انتهى. تمان? فده اللي انا قصده بلو كونتكس كولتشر وهاي كونتكس كولتشر. ده برير من البريرز ان احنا مبنعرفش نكوميونيكيشن. لو احنا انا جاي من هناك وانت جاي من هناك فمش لقين حتى نتكلم فيها. طب اعمل ايه بقى? طب انا عارف ان الشخص ده كده. ومش مهم انا بقى فين بقى وظيفين في الشركة. انا عارف ان المديري راجل الالماني. راجل لو كونتكس كولتشر. فانا لازم اكون متأكد وانا بخرج الكلام ان انا هو هيبقى فاهم ان انا كان قصدي بي مش كزا. لا كزا. ما كانش قصدي ساعة اتنين بالضبط. انا لو جيت اتنين وربع عادي. فانا اقول له ايه? من مثلا من الساعة اتنين لغاية 250. اتأكد ان المعلومة واضحة تماما. فنلاقي خط بقى في النص كده. نتكلم عنه. انا مش عايز اتطول عليكو بس ده كان اول نقطة في البريرز. اللي احنا يعني اللي احنا ممكن نتكلم عنه المرة الجاية. الحاجات اللي ليها علاقة بالكتابة. احنا بنكتب ازاي? اه. النونفيربل سيجنلز واعتقد انه يعني نونفيربل سيجنلز دي حاجة من اهم الحاجات اه هديكم مثال او هقول لكم دراسة عملت الدراسة بتقول انه يا جماعة كل الحاجات اللي انتو بتعملوها بجسمكو خلونا نقول انه يعني برضو ما بقاش في حاجة اسمها body language ما بقاش اسمها body language دلوقتي بقاش اسمها nonverbal signals nonverbal signals هي هي الbody language وبرضو ده اللي معلوماتكو انه الدراسات برضو اثبتت ان مش معنى ان انا مربع ايدي ان انا اه اه يعني في حالة دفاع والكلام اللي الناس كتبتقولوا ده ده مش صح حتى المخابرات القديمة لو انتو لسه يعني لو في حد بيتفرج على الفيديوهات بتاعة المخابرات والكلام ده اه اللي هي كتبتقرى الbody language زمان وكانوا بيسيكوا الناس مش عارفة ايه which is true دي قصص حقيقية حصلت بس النهار ده لما احنا بنشوف شخصة حطت رجل على رجل كان زمان ده عيد دلوقتي نتو بتاخد رجل على رجل في اي حتة في اي مكان الحقيقة اه في حاجة كتير اقوي محتاجين نتكلم عنها من اول انت لابس ايه من اول انت لابس ايه لحد انت قاعد في انهي مكان في القوضة لحد انت باصت للناس ازاي وقمت وقفت ازاي كل الحاجات دي بتدي عنك انطباعات فوق ما انت ممكن تتفايل والدراسة بتقول ان الحقيقة يعني خمسة وسبعين في المية خمسة وسبعين في المية من الكميونيكيشن هو عن طريق والباقي كله متوزع على النورة الصوت واقل نسبة هي للكلام اقل نسبة هي للكلام يعني الكلام الخارج منك هو اقل نسبة في الكميونيكيشن يعني تأثر الشخص اللي قدامك في الامبريشن في انه يبني عنك انطباعة بيتأثر اكبر نسبة بالنون فيربل سيجنل وبعد كده يروح للباقي هنتكلم اكتر لو انتم يعني عايزين ان احنا ندخل اكتر في التفاصيل دي. في كزا حد عايز يسأل اصلا يعني في عمر واحمد ويسرى وفي كزا حد عايز يسأل. ممكن انا سأل يا سيد محنود? اه تفضل اكيد. اه شكرا على محاطة جاملة ديت وحريك قلتي مش عايز اطول عليك وانا نتمنى ان حريك تطول الكلام جاملة جدا. انا كان عندي سؤال اه هو انا حاليا دلوقتي شركة يا بيت عمل كويسة جدا. بس انا من نوع اللي هو زي ما حاجة شبهت اللي هو اه حتة الجيش ديات اللي هو هاي. وهم هناك اه يعني حاس ان هم ايه اه لو شوية. فانا ازاي اتقلم مع الوضع ده. انها بحب اصلي تغلي في المعايد والتأخير وكده. اوكي. طيب مبدئيا كده المجال انت بشتغل في ايه? اه هي شركة اه بفورمس ماركتين. اوكي طبعا. اه ادنسي اكتر صح? اه بالزرعة. اه اوكي. طبعا. اه بص انا هقولك على حاجة قصة حصلت معي انا شخصيا. وهقولك ليه انا هحكي لك القصة دي. انا جيت في مرة في ناس عرضت علي ان انا ادير شركة علشان ازبط الوورك فلو بتاعها وكانت الاجنسي. الاجنسي دي كانت لذيذة جدا كده وكانوا عدد افراد كتير ما كانوش قليلين يعني ما كانش ايجنسي من الاجنسي وصواركة ايجنسي من الاجنسي الكبيرة قوي. وبعدين انا دخلت انا جاي من باكجراوند مختلفة شوية. اه باكجراوند مختلفة شوية اقصد بيها الاندسترز اللي اشتغلت فيها. فده ايه علاقته بقى بالله انا هقوله. كل اندسترز ليها سمت. كل مجال ليه سمت عام. كل الاجنسي في مصر هي مثلا سيستيماتيك. ما تيجي مثلا الفاميلي بزنس عنده الكرياتيفتي انت تقدر تكريد فيه حاجات اسرع بكتير. وانا هنا بقول المميزات مش العيوب. ولو هتكلم عن الملتي ناشنال هسرد عيوب قد الدنيا. ولو هتكلم عن الفاميلي بزنس هسرد عيوب قد الدنيا. ولو هتكلم عن الايزنس هسرد عيوب قد الدنيا. اوكي. انا احنا بنتكلم على مختلف المجالات او الصناعات. لو احنا بنيجي نقول مثلا الفاميلي بزنس. الفاميلي بزنس عنده ميزة قوية جدا. هي بتقول ايه? يعني ان صاحب المجال ده عيلة بتقول ايه? ان انت تقدر تكريات زي ما انت عايز. هما هيسمحوا لك بالكرياتيفي. يعني خلينا نقول انه بنسبة كبيرة. انت هتقدر يبقى عندك مكان خصب انك انت تجرب فيه الحاجات وتطلع بنتائج. فهو معمل قوي اوي. في الفاميلي بزنس. او الماركتينج ايجنس معروفة بالنهاية انفورمال. معروفة انها فيها high level of informality. فانا كثارة ما اقدرش اشتغل في high level of informality. بس اقدر اشتغل with medium level of informality. لان انا ما بحبش برضو الاكستريم. فحاجة من الاتنين. هقول لك ناصحتين. يعني هي انت انت قعد قيم الوضع بالطريقة دي. يا اما انت في مكان مش ميون وده غريب اوي اللي انا هقوله انه في ناس كتير هتستغربوا. انا بعتبر انه اهم حاجة تكون موجودة في المكان اللي انا بشتغل فيه هي المبادئ. مبادئ المكان. لو الموضوع يعني لا يمط بصلة لمبادئك انت. مبادئك انت في الحياتية اليومية. يعني مش متعرض مع مبادئك في حاجة مش متضايق في حاجة. لا سيب الناس لانهما كلهم حاجة وانت اللي غريب. فانت اشتغل في النص. يعني ايه. يعني انت ما تنتظرش ان هما يعملوا نفس اللي انت بتعمله. بس حطله تايم فريم. انت تحتيك تيم ولا انت فوقيك مدير? لا انا فوقيك تاني وبعدك كده المدير. اوكي. حلوة او. طيب انا دلوقتي النهاردة لو احنا خلصنا قصة الفاليوز بقى. انا الفاليوز بتاعت الشركة دي. انا وانا يعني ايه فاليوز? ممكن نتكلم عنها بعدين. بس انا مبادئت وناسين مبادئت الشركة وعلى فكرة دي دراسة برضو تعملت. انه لو انا بشتغل في مكان. مبادئ المكان ده مش ما تناسبنيش. يعني زي البنت اللي بتبيع حاجة تلتة ربعة بتتعمل في الحياة وربعة هي كتبة. فهي قعدة بقى بتقطع في نفسها. هي ده تكنيكي ده مضر. على اللونج ترم ده بيموت البني ادم من جواه. آآ ان هو بيشتغل في مكان عكس مبادئه الشخصية اللي هو مؤمن بيها في الحياة. يعني هو مدائل هنا. فدي قصة احنا لو متأكدين منها يبقى انت يبقى انت تمام. حاجة تانية بقى. هما كلهم حاجة. وده زي ما قلت لك سمت الصناعة. ان هي فيها انفورماليتي عالية. كل الاجنسي كده. واعتقد انه كل الناس اللي بتشتغل في ايجنسي وسامعينا هتعرف ان احنا مواعيدنا في الاجنسي مش زيك بقية الناس. فيه ناس شاركة بتصحى ساعة تمانية الصبح. وفيه ناس في الاجنسي عادة ان الشغل بيبتدي عشرة واحد عشر. احنا بنلبس في الاجنسي غير ما بنلبس و احنا رايحين شركة مولسي ناشنل. واكسترال. وزي ما قلت لكم كل ده بيأثر. كل شركة في الدنيا لها ثقافة. ثقافة الاجنسي ان هي هاي انفورمال. تمام? فانت دور على طريقة. انه مثلا لو انت الناس كلها انت بتلتزم بالمعايد. هما ما بيلتزموش بالمعايد. حط لهم ثلاث سيان. يومين. طب ساعتين. فانت هتعملها في اول ثانية من الساعتين. اديه هما يوم زيادة. او اي ان كان عدد ساعت اكتر شوي. فانت من هنا تبتدي تبقى مرتاح. فلما هو يجي يقول لك ايه انت مسلا. مسلا هنفترض خان حط كونبزيشن دي. انا بيقول لك انا عايز البتاع ده كمان انا عايزك تخلص لي التسك دي. السينيور بيقول لك كده. انت محتاج تايم فريم تشتغل فيه. يعني يوم الاتنين اللي جاي? واليوم التلات اللي جاي? وهنا يأتي قوة الاسئلة. اسأل سؤال. طب الناس اللي حواليا. انا مستني ان الديزاينر يعمل حاجة. طيب بص انا مفهودة سالمة بتاع ده ايوم الاتنين. اديك ثابته حد كويس? وانت عارف ان هو ممكن يخلصها الثابت في اول نصف ساعة. بس انت هتدي له مساحة. لان هو جاي من مكان غيرك. بس انت هتحط له ايه? تايم فريم. لو احنا بنكلم عن تايمينج يعني. فدايما حط الناس اللي حواليك في تايم فريمز. مع الوقت هما هبتدوا يعرفوا ان دي طريقة شغلك ان انت محتاج تايم فريمز. وقعد مع الشخص اقول له انا مش عارف انا محتاج منك انك تديني وقت. فهمني الوقت عشان انا عارف اعمل بعديك بقى اللي هعمله. فهنا تايم فريمز هتتحط. لو انت لسه متدايق والموضوع مدايق للدرجات دي يبقى انت اصلا في اندستري مش صح. مارشو انا ممكن ممكن اضيف حاجة. اه شوية اكيد. اه بس هو انا اه يعني صح جدا ان هو يحط تايم فريم بس يعني ممكن يحط كمان على التايم فريم اكشن اه الكيسز اللي هتحصل سواء بالسالب او بالمجرد يعني احنا دلوقتي معدنا هتسلم علي يوم السبت السبح تماما. طب لو سلمت لس السبت السبح يبقى احنا كده تمام انا هقدر ارجع سلم مثلا احمد او محمد يوم الاتنين. سلمت هليش السبت السبح خلاص اوكي تمام ما فيش مشكلة. بس بناء على ده هيكون في معينة مفروض انها تبتخذ. بتأخير بقى الحاجة اللي عندي. بتأخير حاجة ريبورت كارد لو فيه كواليتي وهكذا. فيربط بكواليتي باكشنز اعتقد ان دي هتفرق معي بشكل جدير. لو هو عنده اه طبعا طبعا انت بتقول ده يبقى الفاشرة انت اكتر بكتير بس لهو عنده الاثوريتي ان هو يعمل كده لانه كتير جدا يعني الناس ممكن تاخدوا المواضيع عندنا في مصر بشكل اوفنسف قوي وانت ازاي وانت اش عارف ايه. بس اعتقد ان احنا يعني ممكن تبتدها يعني من ضمن الحاجات اللي اتميزك عن الناس عشان كان فيه حد بيكلم عن التميز من شوية انك تبتدي خطوة بخطوة مع الناس اللي حواليك. فانت شايف هو التكنيك ليه انت بتعمل صح. انت بتعمل غلط. ولا هما بيعاملوا غلط يعني هما دي الثقافة بتاعت الماكينة هما شغالين فيه. بس خلالي يقول انت عايز الحاجة انت تبقى اكتر. فلو انت عايز الحاجة اكتر خدها ستاب باي ستاب. اديلوا الاول تايم فريم. بعد كده اديلوا الاكشن بلان اربطهم ببعض. استنى شوية. نتمرن عليها يبقى يلا نعمل الخطوة التالتة. هتبقى صائع قوي لو عارفت تعمل الموضوع ده. لو انت عندك المساحة انك تعمل كده هيبقى حاجة جامدة جدا انت. في حد تاني عنده اسئلة? انا مبسوط ان انت مبسوط ومش زهين يعني ده بالنسبة لي حاجة كوي. عشان مش شايفيك والحقيقة فما. فانا مبسوط ان انت مبسوط. كويس. اوكي. الناس اصلا يعني الناس اللي بتحضر معنا عطول اللي هي تعلمت يعني في ايام كتير لما آآ آآ بيبقوا لا بنبقى عطول اللي يتناصر يعني احنا مش هدخلك اكيد اللي يتناصر سي لا هم ننبقى او بوهدين يعني تماما زي. ان شاء الله. انا حابب بقول لكم برضو حاجة يعني انا اشتفلت في شركات كبيرة مصرية وبرة مصر. سمعيني? سمعينك. اه تمام فلا غالب في شركات في الشركات المصرية ما عليكش يا اوكي وليس كله كويس. اه اوكي. ماشي لسما كبير. انما الشركات برة مصر يعني كان 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 بيحكمهم يعني تعتبر شركة من اكبر شركات في العالم. كان بيحكمني حاجة ايد. قوة البيزنس نفسه. تمام? وقوة المانجمنت. يعني المال اللي انت كانت قوية بطريقة وفاهمة شغلها بطريقة كبيرة جدا. مم. ومفرى لك كل 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 الريسورسز اللي تساعدك انك تشتغل وتنتج في الشغل. بص انا عندي مشكلة كبيرة قوي اه في اه في ان احنا نقعد نكسر في مقاذيف بعض. هقولك على حاجة اه مش ضد اللي انت بتقول. على فكرة انا موافقة جدا على انت بتقول. ومش وده مش معانا انا عيشة في المدينة الفاضلة وحياتي كلها فرشات. انا بعيني نفس المعاناة اللي كلكم بتعانوها ويمكن اكتر شويتين تلاتة. لان انا كونسلتنت فبمر يعني زي محمود كده بيدخل تلاتين شركة مع بعض. فهو نفس الموضوع بالزبط. تمام? فانا مش هقولكو ان الحياة وردي. بس انا عندي ايمان قوي جدا في يعني الساكسس ستوريز اللي انا شفتها في حياتي. الناس اللي انا ببقى ببص لها ببقى عايزة سقف لهم. واقفة قدامهم حسن انا طالبة طول الوقت. الناس دي اهم قوة بالنسبة لهم كانت ايه? يعني يتيبك من الشركات. ايه? المانجمنت. المانجمنت. لأ. طب هو انت عارف هو عمل مانجمنت الايه بقى? عشان يبقى شخص انت واقف قدامه بمباهر بيه? تكنكلي هو عمل المانجمنت اللي ايه اول حاجة? في بزنس بروسس قوي وتسكس وجوبس واضحة. هفاجأة دلوقتي. طب يا جماعة بصوا اللي هيجاوب على السؤال ده صح? انا بجد فعلا ممكن اجيب له هدية جمدة جدا. انا شفتها ايه? بس هخترعها دلوقتي حالا. تفتكروا الناس اللي احنا بنشوفها في حياتنا. ايه اول حاجة عملو لها مانجمنت صح? ايه اول حاجة? طيب. انا اللي قلت اخد اللي ضابل صح? اللي انت عايزه يا حمود انت الرئيس بتاعنا دلوقتي. نفسه. نفسه. مين قالت دي يسرة? ده في بنت اتكلمت يا عساني واحدة بس يسرة كسبة الجايزة بتقبت النهاردة. تخطوط الصح? شكرا. شكرا يا يسرة. يعني انا انا متشكرة جدا لك. اول حاجة عمل لها مانجمنت هي دماغه. اول حاجة. يعني فكروا شوية كده في الباور بتاعة الاشخاص اللي عندها الاول. يسرة انا اوعيدك ان انا هفكر في الجايزة ويعني اما بقى يعني انا هشوف حاجة انت بتحبيها وهلازم عملها لك. لازم يعني this is a promise. فان شاء الله. في يسرة انت بتشتعلي ايه ايه اول? يمكن ان نضيغششني ايه حاجة? يا يسرة من اللي معنا يعني ما شاء الله بيها. ما شاء الله. شكرا يا يسرة والله العظيم ده انت كانت لاتيمة تيم ده حاجة جميلة جدا. فخلوني اقول لكم انه في الاخر اه الاهم حاجة اهم اهم واول حاجة اي شخص انتو منبهرين به وشايفينه عبطاري هو قدر يعملها ان هو عمل مانجمينت لدماغه. ودي اصعب حاجة. انا لو النهاردة طلعت لو كل واحد فيكو قاعد دلوقتي في بيته وده رهان. قلت لك قلت لك. طلع وراء وقلم. اكتب لي عشر خمس حاجات بالت عشر. خمس حاجات انت شاطر فيهم قوي. وخمس حاجات انت مش حاطر فيهم قوي. انت عطاقه دكتر من ساعتين بتحاول تجيب. واحتمال تطلع يعني الموضوع ناقص في الاخر. لانه فكرة بتاعت الشخص دي بروسس طويلة ومحتاجة مجهود كبير علشان انا اكون قادر اعملها. يعني انا مش ده معنى ان مش كل الناس اللي سمعيني دلوقتي ما عندي هكش الاعتبار ده. بس لا هو اكيد موجود عند الناس كتير. لكن انا بقول ايه? ان اهم صفة ابتدي بنفسك. كلام كل شيء قوي بتاع جددنا بس هو مهم جدا. ابتدي نفسك. دير دماغك الاول. لما هتعرف تدير دماغك القوة اللي هتطلع من من القوة الانتاج اللي هتخرج منك هتبقى ليها تقل اكبر بكتير من ما انت متخيل. اكتر بكتير من احنا نعود نبص على الشركة اللي في امريكا عملت ايه? والشركة اللي في مصر اه ناس اه سكة. كلهم مش عارفة بيعملوا ازاي. انت بقى من انهي ناس. من انهي ناس في دولنا. هكملت? كملي. من قوة البيزنس نفسه. ولو في اي مشكلة حصلت كانت يمكن حاجة احنا هنا في مصر ما تجاهلها قوة الـ HR. يعني انك ينفع في مديرك حد بصولك بصة مش تمام. انت فاق بقصدي كل الاماقات دي اللي تعطل الشباب. ام. اوكي. طيب بص انا هقولك حاجة انا مش مش هعترض على اي حاجة انت بتقولها دلوقتي. ليه? لان لان انا مش شايفة ان اللي انت بتقوله غلط. يعني مش شايفة انه هو في حاجة غلط. بس انا زي ما قلت لك لو احنا النهاردة عايزين نطلع بدرس مستفد من الموضوع ده. فيه تلتمية الف سبب ممكن ينجح اي كيان. غير الـ HR وغير قوة البزنس. قوة البزنس دي ما تخلقتش كده يعني ما توجدتش هي هي تعب عليها. فالبزرة بقى. البزرة فينا. عشان احنا كلنا نقوم من النهاردة ما وصلنا لأي حاجة مفيدة. ابقى انا كالتعيش يعني. بدعوة من حد فيك ولا حاجة. بيشرفوا على طول ومن يتخسروا يعني. اقولك انا? اقولي. نفسه برضو. شكرا. انت عايز انت عايز تبقى فين. عايز توصل لايه? انت اكدير. مش مهم الموديل شكله ايه? مش مهم ان اتشقر شكله ايه? شكرا. مش مهم بتعمل معي ازاي? انا عايزها في قابل. هي كلمة برضو غريبة اوي بيستركزوا فيها كده. النجاح بيجيب نجاح. يعني ايه النجاح بيجيب نجاح? كل ما انا بقيت مميز او قادر احقق زي ما قلتلكم لما انا هبقى عندي. خلونا كده نتخيل الستوائش ما يحصل على المسان. انا بقى عندي قوية جدا على دماغي. بالتالي بالتالي وده الاكيد وده انا اكده لك وابصم لك عليه بالعشرة. قوة البرودوكشن اللي خارجه مني وقوة الافيشنسي اللي خارجه مني ومن دماغي اللي انا قادر ان انا اعمل لها مانجمن صح. والافيشنسي بتاعتي بتاعتنا الناس اللي حوليها هتطلع اقوى بكتير من الاول. فبالتالي انا اش هفضل في المكان اللي انا فيه. انا هفضل اتنقل من مكان اصغر لمكان اكبر لمكان اكبر لان انا عمال اطور من نفسي. فخلوني اقول لكم حاجة مهمة جدا. كل الناس اللي قاعدة دي عندها نسبة ايجو. ده ده العلم. ده انا وانت وكلنا عندنا ايجو. الايجو ده بس بنسب عند الاشخاص. لكن في الاخر كلنا عندنا ايجو. ما تخليش حاجة بس ايه? تطلع زيادة شوية. خلينا نبتدي بدماغنا احنا الاول. نعمل لها لان هي كبيرة وموضوعها صعب. واصعب اصلا من الناس اللي انت هتعمل لهم ماناجمين. وباين بقى نشوف بقى الدنيا هتودين على فين? في حد عنده اي سؤال? عمر. اه هو من السؤال هو حضرتك قلتي اه في محاضرة اه جاية او ميت اوب جاي. هنتكلم فعلا ولا والقلم يعني هيبقى مستنياة جدا يعني استراحة. ان شاء الله ان شاء الله انا ممكن محمود بقى يبقى يقول لي الموعيد ايه واحنا نزبط ان شاء الله مرة كمان ونتكلم سيها. وان يعني نزبط الموضوع ده ان شاء الله قريب ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال? حد عنده اي تعليق? طيب محمود انت معينا صح? او انا ممت. طيب اه كيفية كده النهاردة ولا ايه رأيك? او طيب. او انا ممكن ممكن اكد على جرامك بقصة كده لحد اه قريب واعرفه. لا تفضل لي يا اسر. في حد اه كان بنزباله تاه في الدنيا عايز يشوف اه حاجة هو يعملها. اه مش الحياة كانت نشايف ان هي مش الحياة ان انا مسلا اعود على فيسبوك او على سكرول عليه او على انستجرام او كده وايام وبتعدي وخلاصة. بدري يدور شاب كزا حاجة متاحة قدامه بتعلمها. اه منها البادي ومنها بعد كده اتاح وبنستاله كورس للفريلانسر. اه عارف اه المجالات اللي هو يدخلها. بقى بياخدها خطوات واحدة ورد تانية. كان الحد ده يعرفه محمود كويس جدا. اه وكان دايما متابع معاه وبتوجهات منه. الحد ده عشان اه مبقاش كزابة الحد ده كان ضايع جدا. الحد ده ما فيش بدراسه اي حاجة بالمجال اللي هو فيها. الديجيتال موركت. الحد ده كان دراسه سنوي فني. حتى الانجريش ما كانش متاح بالنسباله. فكان بيعافر بجد بجد علشان يوصل للوقت اللي هو اه يتطور في المجال يتطور في الانجريش يتابع الدنيا ماشي ازاي يحاول يتطور من نفسه. الشغل في مصر ما كانش قد كده زي ما حضرتكم تبتقولي بس مش كل العمرة. في ناس بتعرف ربنا. في ناس بتعرف اه يعني مش كل المجال برضو يعتبر بحد الان بسه جديد. الناس ما تعرفش بتتعامل عنه معاه ازاي. اه بالنسبال له ان هو مجال مش متعب وان هو حاجة بسيطة. فاكرين ان هو زي هو بيقعد على الفيسبوك كده وبيسكروله الكلام ده. مش فاهمين دنيته ازاي. ولا ايه اللي بتا بتعمله فيه. بس كان وصغ في ربنا. ان هو حد اه ربنا شايف تعبه. وان هو حيقابل حد حيعملي الكلام ده. حيقدر الكلام ده. wrote our كان من دايما بيشوف ان الله لو يضيع اجر من احسن عامله. scholar ونعم ابدلا. فى وقت اه كان بيقع. كان دايما برضو بيشوف الاية الاية دي. لكنش بيقف عند العميد ده ولا كلام ده ولا كده. فاة وقت وفوقت لقى ان هو في حد بيجي بيقدر في زيادة في في عنده وطول ما هو بيتعب ربنا بيكفقه. لأن ربنا مش هيدايع تعبنا. اكيد اكيد يعني حتى لو العميل ما قدرناش ربنا مش هيدايع التعب ده. صح. شكرا يا يسرى جدا والله انا بجد ربنا يا رب ان شاء الله يتجين متين الحلوين دول. الحد ده انا على بكرة. باين باين من الاول ما دي لhuiش. التأثر باين جدا ربنا يا رب12. ان شاء الله يكربكك باعلى اعلى اعلى الماكن ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. والنجاح نجاح. ما شاء الله. انا احب بردو ايه عشان قبل ما اقفل لان عايزة انا كمان اقول لمحمود شكرا جدا على الازيزة دي والناس الحلوة اللي انت اعطيني معه النهاردة. وشكرا لكل حد قاعد معي لغاية دلوقتي. تمام? وعايز اقول لكم بس ما تنسونيش بدعوة حلوة بعد ما نقفل علشان دي هتفرق معايا جدا. ومتشكرة جدا جدا لكم. انا. وهتمنى تكونوا اتبسطوا. ودوة وقت لطيف. بتولي ايه عمر? اه هو انا يعني اه سوشيال ميديا وكده بس الانك لما كان نازل اه بحريقة مثلا وطاك او اه بوس اقولك على حيجة هو الفكرة اللي احنا اه مش عارفين فان يا سارة انا اميل لك اه اه منشن على فيس بوك فاحنا هنحط بتاعتي كلها في كل البوست اللي نزلت. اوكي. هي هي سارة على فكرة اه سارة سارة لها اه على على تيك توك بصراحة كويس يعني اه 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 اه. لو كدبت سارة فاروق بس بس نكتب سارة بالايتش هتلاقوا بتاعتي اه اه وانا يعني والله مبسوطة جدا بالوقت اللي انا قضيته معاكم ومحمود ممكن فعني بعتلكو اللينكس انا شعارفة ليه ما عرفتوش تعملو لي ما انتم يعني مش عارفة ليه بس هارها كنتش في السابق. انا ممكن كمان نبعتها على آآ نبعتها او نبعتها على الجروب بتاع الواتساب ونبعتها على الجروب بتاع الفي يعني هننشرها بشكل يعني على التليجرام والواتساب والناس اللي مش موجودة في الاتنين هنحطها على البوست اللي نزل فيه اللينك بتاع الميتينج دا يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. ان شاء الله. ان شاء الله. مرسي. شكرا ربنا. يا سور والله يعني وقتك دا وآآ ويعني على مجهودك دا ويعني ما شاء الله عليك يعني. لا لا خالص. خالص. انا انا عايزة. انا كمان اتبسط تاوي والله. يعني شكرا للناس اللي حضرت النهاردة والله. يعني نقدر نستفيد دايما كده من بعض. ومرسي جدا يا سورة ومرسي جدا للناس اللي حضرت. والناس اللي جات متأخرة ومحتاجة تشوف الاول هو موجود اللينك بتاع آآ موجود اللينك بتاع الميتينج على على اليوتيوب. وآآ بإذن الله خير. وآآ نشوفكم على خير بإذن الله في المرات اللي دي. وآآ شكرا لكم جدا جدا جميعا بإذن الله. سنوار